بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشخاص الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة أتم التسيم وبعد اللهم اغفر لنا ولي شيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال مؤلف رحمه الله باب زكاة الذاهب والفضة وحكم التحلي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد عقد المصنف هذا الباب وعنون له بقوله باب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي بهما الجملة الأولى وهي قوله باب زكاة الذهب والفضة هكذا ارتض المصنف هذا العنوان وقد أخذه أو وافق فيه ما ذكره الشيخ أبو محمد في المقنع بينما في التنقيح والمنتهى وغيرها باب زكاة الأثمان ولعل المصنف رحمه الله تعالى أعرض عن تسميته بالأثمان وهي التسمية التي ذكرها صاحب التنقيح واقتصر على قوله الذهب والفضة لمعاني لعل منها أولا ما نبه إليه الشيخ عثمان بن قايد النجد في حاشيته على المنتهى أن التعبير في هذا الموضع بالأثمان هو تعبير أغلبي وذلك أن الثمن على مشهور المذهب كما سيأتين في باب السلم إن شاء الله أنه الذي تدخل عليه الباء من العوضين وقد تدخل الباء على الذهب والفضة وقد تدخل على العوض الآخر فيكون الثمن خلافهما فلا يكون ذهبا ولا فضة كما لو بيع الذهب والفضة بغيرها ولذلك فإن التعبير بالأثمان كما اعترض عثمان أغلبي والأمر الثاني أن تعبير المصنف بقوله باب الزكاة الذهب والفضة فيه إشارة إلى أن هذا الحكم قاصر على الذهب والفضة ولا يتعداه لغيره مما يكون فيه جانب من الثمنية ولذا صرح الفقه رحمهم الله تعالى كمنصور وغيره من الشراح على أن الفلوس وأعني بالفلوس قبل أن أبين حكمها أعني بالفلوس هي ما كان يسكه الولاة في أزمنة متقدمة من النحاس فيجعلونه على هيئة فلوس إذ ما يسكه من الذهب يسمى دنانير وما يسكه من الفضة يسمى دراهمة وما يسكه من النحاس فإنه يسمى فلوسا وقد يسكه من غيره من المعادن غير الذهب والفضة المعتمد عند متأخر المذهب أن الفلوس ليس فيها زكاة لذاتها إلا أن تكون معدة للتجارة والبيع ولذلك قالوا إن الفلوس لا تدخل في هذا الباب ولو كانت رائجة أي نافقة بين الناس غير معطلة وذلك أن الفلوس أحيانا قد تكون رائجة وقد تكون أحيانا غير رائجة فالرائجة التي سكها الولاة واعتمدوها وغير الرائجة التي سكها القدامى فجاء المحدثون بعدهم فألغوها ولم يعتبروها فيقول إنه في الحالتين سواء كانت الفلوس رائجة أو غير رائجة فإنه لا يجري فيها لا يكون فيها حكم هذا الباب وإنما تدخل في الباب الذي بعد وهي عروض التجارة وخالف الشيخ تقي الدين في هذه المسألة وكأن المصنف يميل لقوله لأنه سيذكر قوله بعد قليل من باب الجزم حينما قال قال الشيخ يعني الشيخ تقي الدين أن الفلوس إذا كانت غير نافقة فحكمها حكم العروض إما تجارة أو قنية وأما إن كانت الفلوس نافقة بمعنى رائجة فإنه يغلب فيها الثمانية وحينئذ فالثمانية هي معيار أموال الناس فتكون فيها الزكاة كالذهب والفضة ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين يظهر في مسائل عديدة من هذه المسائل أننا إذا قلنا إن الفلوس وأكرر هنا أن المراد بالفلوس هي المسكوكات الفضية لكي لا يذهب وهلك لما نسميه الآن نحن الفلوسا أن الفلوس إذا قلنا إنها أثمان وفيها الزكاة فإن الزكاة تخرج من عينها وأما إذا قلنا لا زكاة فيها وإنما هي من عروض التجارة فإن الزكاة تخرج من قيمتها ولا يجوز ولا يجزئ إخراج الزكاة من عينها إذ سيأتينا أن عروض التجارة لا يجزئ كما تعلمون على مشهور المذهب إخراج الزكاة منها وإنما تخرج من قيمتها فتخرج الزكاة ذهبا أو فضة الثمر الثاني أنه لا يجزئ إخراج الفلوس عن زكاة الذهب والفضة فحيث واجب على المرء زكاة ذهب وفضة فيجب أن يخرج الزكاة منهما ولا يخرجها من الفلوس ومن الثمار القوية كذلك أن الفقهاء يقولون وستأتين هذه المسألة أن الفلوس إذا كانت معدة للنفقة وليست معدة للبيع والمعاوضة بمعنى التجارة فقد جزم المجد وسينقل المصنف كلامه بعد قليل أنه لا تكون فيها زكاة فمن كانت عنده فلوس وهذه الفلوس إنما جعلها لأجل نفقته ليأكل منها أو يشرب فقط وليس قصده المعاوضة بشراء شيء معين ويتاجر به فإنه حينئذ فإنها لا زكاة فيها هذه الثمار الثلاثة معرفتها مهم لأن ترجيح أحد القولين على الآخر قد يكون بالاستدلال والاستدلال غير الدليل إذ من صور الاستدلال معرفة لازم القول فإن معرفة لازم فإن كان فاسدا فسد القول وإن كان صحيحا صحح القول هو من الاستدلال المعتبر الذي أقل أحواله أنه يقوي أحد القولين إن لم يكن في ذاته مستند الاحتجاج ذهب الشيخ تقي الدين قلت لكم على أن العبرة بأن الفلوس تدخل فيها الزكاة لذاتها وإن المعيار إنما هو ثمانية الأموال فتقوم الأموال بها هذا الخلاف الذي في هذه المسألة وذكرت لكم على سبيل الإجمال الذي يحتاج إلى تفصيل ما يتعامل به الناس الآن في وقتنا مما يشاع تسميته بالأوراق النقدية وعبرت بأنه يشاع تسميته بالأوراق النقدية لأنه أصبح الآن كثير من الناس أغلب استعماله لا يستعملوا أوراقا وإنما يستعملوا أرقاما يصرفوها عن طريق هذه الأدوات الإلكترونية من المحافظ ومن البطاقات المغنطة وغيرها من الوسائل المختلفة التي تكون أرقاما وليست أوراقا محسوسة لكن الإسم الشائع الأغلب أنها أوراق النقدية هذه الأوراق النقدية بما تخرج ذهب بعض مشايخنا عليهم رحمة الله وهذا رأي شيخنا الشيخ علي الهندي وكذلك الشيخ عبدالله بن صالح الخليف شيخه وشيخه كثير من مشايخنا عليهم رحمة الله أنه على المذهب وأنا أقف عند قولهم على المذهب أن هذه الأوراق النقدية أنها عروض تجارة فهي عروض لم تجعل إلا للتجارة لم تجعل تلك العروض إلا للتجارة ولا يتصور فيها أن تكون للقنية هكذا ذكروا ما دامت رائجة فإن لم تكن رائجة بأن التغى العمل بتلك النقود فتصبح حينئذ عروضا عادية وذلك مثل العملات الملغاة سواء بقي مسمى العملة أو التغى فإن بعض الدول تلغي عملة وتأتي بعملة جديدة باسم جديد وبعض الدول تلغي إصدارات معينة من العمولات وتستبدلها بإصدارات ثانية فالإصدارات السابقة لا يكون لها رواج إلا عن طريق البنك المركزي في مدد معينة ثم تلغو وذلك قد تنزل أسعارها وقد ترتفع أسعارها إن كانت قليلة ونادرة لطلاب الندرة وطلاب الأشياء المقتنيات الثمينة قلت لكم هذا ظاهر المذهب وذكرت لكم اثنين من مشايخنا عليهم رحمة الله ذكروا هذا ومنهم الشيخ علي الهندي المدرس في الحرم المكي عليه رحمة الله والحقيقة أنه عند النظر للوازم التي ذكرتها قبل قليل وهناك غيرها لكن لضيق الوقت لم أذكره فإن القول بأن الزكاة إنما تجب فيما كان ثمنا تقدر به الأشياء فإن هذا قول قوي متجه بل إن عامت المعاصرين على ذلك فالمجامع العلمية اعتمدته ومشايخنا كلهم يفتون بذلك أن الأوراق النقدية سواء كانت ريالات أو كانت دولارات أو جنيهات أو أسماء متعددة باختلاف الدول فإنها يجري فيها الزكاة لذاتها فيجب أن تخرج منها الزكاة ولا أعدلت للنفقة يجب أن يخرج منها الزكاة ويكون إخراج الزكاة من جنسها ولا يلزم أن تخرج من ذهب أو فضة يجوز أن يقوم الذهب والفضة بهذه الأوراق المالية التي يتعامل بها الناس الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس ثم بعد ذلك تخرج زكاة الذهب والفضة منها وهذا الذي عليه عمل الناس بل لو قيل للناس يجب أن يخرج كل شيء بالذهب والفضة كما هو ظاهر المذهب أنا أقول وأعبر بالظاهر لأنه ظاهر المنطوق فإن في ذلك حرج شديد جدا على الناس إذ الأموال الآن كما تعلمون أضعاف أضعاف الذهب الموجود بأيد النس وتكلمت في درس سابق عن مسألة توليد النقود فسكها وانتشارها الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموجود الآن فإنها ليس لها غطاء من ذهب ولا فضة وإنما هو غطاء بحسب الوضع الاقتصادي ومعايير معينة يعرفه من يتخصص في الاقتصاد الكلي أو العام ثم قال المصنف وحكم التحلي قوله وحكم التحلي أي وحكم التحلي بالذهب والفضة وهذا هو الأصل واستطرد فذكر حكم التحلي بغيرها من الجواهر وغيرها قال رحمه الله تجب زكاتهما ويعتبر النصاب نعم قوله تجب زكاتهما أي تجب زكات الذهب والفضة وظاهر كلا المصنف دون ما عداهما وقلت لكم إن اختيار الشيخ تقي الدين وهو قياس المذهبي فيما يتعلق بالتعليل في معاني كثيرة أنه تجب الزكاته في الذهب والفضة وكل ما كان معيارا للثمنية بمعنى أنه تقوم به السلع وتقدر فيدخل في ذلك كثير من الأمور الرائجة التي تكون بين أيدي الناس فتجب الزكاته فيها أما وجوب الزكاته في الذهب والفضة فهو بإجماع وقوله ويعتبر النصاب أي النصاب فيهما وسيفصل فيه النصاب وهم مجمعون عليه كذلك فنصاب الذهب عشرون مثقالا زينة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ولم يتغير في جاهلية ولا إسلام قال المصنف نصاب الذهب عشرون مثقالا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والمثقال سيقدره المصنف بالدراهم وقبل أن يبينه بالدراهم سأذكر تقديره بالوزن الذي يتعامل به أغلب الناس فأنتم تعلمون الآن وحد الميزان من قريب مئة سنة فقد وحدت الموازين بالجرامات ووحدت الأطوال بالكيلوات أو الأميال ووحدت الأزمان بغرينيش وكل طول خط عرضي يزيد أربع دقاق وهكذا فهذا من السمات المعاصرة توحيد المقاييس الزمانية والمكانية والحجم وغير ذلك من المقاييس المقياس المشور عندنا الآن الجرامات فالمثقال الواحد كم يعادل من جرام الذي عليه أغلب المعاصرين وهو الأقرب أن المثقال يختلف من الذهب لغيره ويهمنا هنا الذهب وأن مثقال الذهب هو أربعة فاصلة أربع عشرين لو توجوزت وقلت إنه أربعة وربع لكان أمرا سهلا لكن على سبيل الدقة هو أربعة فاصلة أربع عشرين بالمئة وحينئذ فحيث أن نصاب الذهب عشرون مثقالا فإذا ضربت عشرين في أربعة وأربعة فاصلة أربع عشرين بالمئة فإن الناتج يكون قريب من 85 جرام فإنه يكون على سبيل الدقة 84 جرام وثمانية من عشرة فهو يعني ينقص شيئا يسيرا أقل ربما من حبة أو حبتين إذن هذا المسألة الأولى فيما يتعلق بتقديره بالمثقال هذا التقدير بالمثقال هل هو على سبيل التحديد أو على سبيل التقريب جزم الفقهاء كصاحب التنقيح ومن تبعه ومن سبقه كذلك أنهى على سبيل التحديد وليست على سبيل التقريب وشرحت بدءا من كتاب الطهارة في مسألة القلاتين ما الفرق بين التحديد والتقريب وما الذي يترتب على ذلك لكن استثنى من ذلك شيء واحد وهو الأمر اليسير الذي لا يمكن ضبطه بالكيل ولذلك فإن القطيع في شرحه على المحرر يقول والنقص أي عن النصاب في الذهب أن عشرين مثقال وفي الفضة عن مئتي درهم قال والنقص إن كان يسيرا وهو أي اليسير ما لا يضبط غالبا كالحبة والحبتين فإنه لا يؤثر في إسقاط الزكاة هذا التقدير على أن تعرف أن كثير من الموازين وخاصة قبل أن تأتي هذه الموازين الرقمية تسمى الديجيتال كان هناك اختلاف يسير ربما في الحبة والحبتين حتى هذه الموازين الرقمية ربما يكون في اختلاف إلا أن يكون على تقييس من الجهات المختصة فقد يكون في زيادة أو نقص يسير وعلى العموم كلام القطيعي متجه لأن الشريعة جاءت بالعفو عن اليسير ويختلف اليسير من باب لباب ومن مسألة لأخرى ثم قال المصنف سدينة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم سيأتنا إن شاء الله ما مقدار الدرهم بالجرامات بعد قليل نعم وهو ثنتان وسبعون قبل في جملة ولم ولم يتغير في جاهلية ولا إسلام نعم قوله ولم يتغير الضمير في قوله ولم يتغير يعود الضمير المضمر يعود إلى المثقال أي أن المثقال لم يتغير في الجاهلية ولا في الإسلام هذا النقل الذي نقله المصنف نقله ابن مفلح رحمه الله تعالى عن أصحابنا هكذا قال قال أصحابنا لم يتغير المثقال في جاهلية ولا في إسلام وهذه الجملة التي نقلها ابن مفلح نقلها كذلك ابن كثير في ترجمة عبد الملك بن مروان وذكر ما حدث من أفعال كانت في زمانه وفي وقت الحجاج وذكر قال ذكر أن المثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام ثم قال ابن كثير وفيه نظر فنظر بمعنى أنه قال فيه تأمل أن المثقال لم يتغير بل ربما كان متغيرا في أوقات أو في بلدان هكذا قالوا المسألة على العموم يعني ليس لها كبير ثمرة فإن كانت قد تغيرت عند بعض الناس فإنه نادر ولا حكم له يهمنا هنا أن مقدار المثقال والدنار لا خلاف فيه بين المسلمين فقد ذكر الإمام أحمد أن الدنانيرة ليس فيها اختلف فهم لا خلاف بينهم في تقدير قدرها في الإسلام وأما في مسألة الجاهلية فهذا يعني أمر لا ثمرت له وهو ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة وقيل ثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشر حبة من الشعير المطلق ولا تنافي بينهما قوله وهو أي المثقال قدره بالشعير المتوسط والشعير المطلق ثم قال لا تنافي بينهما باعتبار اختلاف الحجم بين المتوعف والوزن باختلاف الوزن بين الشعير المتوسط والشعير المطلق للمطلق يشمل المتوسطة والطويلة وغيرها حبة الشعير يقدر بها الفقهة في ثلاثة مواضع يقدرون به في الأطوال ومر معنا التقدير بها في مسافة القصر ويقدر بها في الأوزان هنا فإنه يقدر بها في الأوزان ويقدر بها أيضا في الأحجام مثل ما قدروا بها في الأصاع والرطل وغيرها ومر معنا أن التقدير بها في الأحجام بأن توزن ثم يؤخذ الحجم فيكون موازيا للحجم المراد تقديره حين ذاك إذن فالحبة تستخدم ثلاث مرات في التقدير عندهم سابقا قول مصنف ولا تنافية بينهما هذا تبع فيه صاحب التنقيح وزينة العشرين مثقالا بالدراهم ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهما قول مصنف وزينة العشرين مثقالا أي الذي هي نصاب بالدراهم ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهما مر معنا أن المثقال الواحد درهما وثلاثة أسباع فإذا ضربتها واحد وثلاثة أسباع في عشرين سيخرج لك الناتج ثمانية وعشرين وأربعة أسباع نفس الكلام إذا أردت أن تعرف زينة الدرهم فتستطيع أن تعرف زينة الدرهم بنفس المقدار فتقسم حينئذ هذا المقدار فتجد أن الدرهم يعادل جرامين وتسعمائة وسبعة وتسعين تقريبا أو أربعة وسبعين تسعمائة أو أربعة وسبعين من الألف هذا هو الميزان الدقيق جدا لوزن الدرهم الواحد وسيأتي في الفضة بتوسعنا وبدينار الوقت الآن في وقت المصنف واستمر هذا الدنار لمن بعده إلى مئة سنة بعده فقد ذكر أنه موجود في وقتهم كذلك بن قايد في حاشية على المنتهى أنه يتعاملون بهذا الدنار بهذه الزنة الذي زنته درهم وثمن درهم هذا يدلنا على أن الدرهم تغير حجمه خمسة وعشرون دينارا وسبع دينار وتسعه نعم هذا نصاب الذهب وانتهينا منه نعم لأنه جاء في الحديث ذلك فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية تعادل أربعين درهما باتفاق فحينئذ إذا ضربت خمسة في أربعين يدلنا على أن النصاب مئتا درهم وبالمثاقيل مئة وأربعون مثقالا وفيهما ربع العشر مضروبين أو غير مضروبين نعم الدرهم كما مر معنا تقريبا ثنين وسبعة وتسعين بالمئة ويكفي هذا ما يحتاج من الألف ثنين وسبعة وتسعين بالمئة إذا ضربت ثنين وسبعة وتسعين في مئتين ستجد أن الناتج وهو النصاب الفضة خمسمائة وأربعة وتسعين جرم هذا هو نصاب الفضة يقول المصنف وفيهما أي في الذهب والفضة ربع العشر مطلقا سواء كان مضروبين أي مسكوكين على هيئة العمولات من الدنانير والدراهم أو كانت غير مضروبة بأن كانت تبرا أو كانت حليا أو كانت مصنوعة بأي صنعة فإن الزكاة في الجميع واحدة لا فرق والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي زينته ستة دوانق والعشرة دراهم سبعة مثاقيل فالدرهم نصف مفقال وخمسه نعم قول المصنف والعبرة بالدرهم الإسلامي ما معنى هذه الجملة معناها أن الدراهم تختلف باختلاف البلدان وهذا الاختلاف كان موجودا في صدر الإسلام وموجودا بعد ذلك وسمي هذا الدرهم درهما إسلاميا قالوا لأن عبد الملك بن مروان سكه واعتمده وبعض الناس يقول إن عبد الملك بن مروان لما سكه لم يكن مسكوك درهم بهذا الحجم قبله وأنكر هذا القول بن مفلح وقال هذا غير صحيح بل هو قول باطل فإن الدراهم كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدر بها الأنصب وكان فيها تذكر في البيع والشراء وغيرها وإنما الذي فعله عبد الملك بن مروان أنه أول من سكه هذه الدراهم وإن قيل إن عمر سكه دراهم معين لكن هو أول من سكه سكه جديدا وجعل عليها علامة إسلامية دون العلامات الأخرى إذ ما قبل ذلك الدراهم التي كانت بأيد المسلمين عليها علامة الروم أو فارس مثل الدراهم الساسانية المشهورة موجود منها الآن ولكن كان المسلمون يغيرون فيها بعض العلامات مثل الصورة الوجه ومثل الغاء الصليب وغير ذلك ويبقونها كما هي أما السك الدرهم الإسلامي بالصورة التي هو عليها فإن أول من سكه هو عبد الملك بن مروان وسيأتي كيف سك عبد الملك بن مروان ذلك إذن الدرهم الإسلامي سمي إسلاميا لسببين قيل لأنه أول من سكه أو لأنه أول ما ضرب في الإسلام وسك في الإسلام هو وليس معناه أنه لم يكن موجودا قبل ذلك بل كان موجودا لكن لم يكن من سكة المسلمين والأمر الثاني أنه سمي إسلاميا لأنه هو الذي اعتمد في تقدير حاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال جمع من أهل العلم أظن نقل بمفلحة أو غير نسيت الآن أن أهل العصر الأول أجمعوا على تقدير الدرهم بذلك فكان إجماعهم ينسب إليه الدرهم الإسلامي فالتقدير بالحجم الذي سندكره بعد قليل مقدر بإجماع أهل العصر الأول كم مقداره بميزان الذي عندنا أشرت لكم قبل قليل أن الدرهم الإسلامي التي وجدت في الصدر الأول بسك عبد الملك المروان منتشرة وبكثرة موجود الآن وبكثرة في كثير من المتاحف هنا بجانبنا في مكتبة مكتبة الملكة الدرهم يوجد مئات الدراهم بالألوف الدراهم الإسلامية التي بسك عبد الملك المروان وتجد أن وزنها ربما زاد في واحد في الألف وربما نقص عن ذلك ولكن هي غالبا لا تزيد ولا تنقص عن 2.7 2.97 هنا قدرها بالمثاقين وسبق الإشارة إلى ما سبق قال رحمه الله وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سوداء وهي البغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل الدرهم منها ثمانية دوانق والطبارية نسبة إلى طبارية الشام الدرهم منها أربعة دوانق نقف هنا ذكر مصنف أنه في صدر الإسلام كانت الدراهم التي بأيد الناس صنفين ومعنى قوله صنفين لا يدل على أنه يوجد غير هذين الصنفين وإنما هذه هي الرائجة بين الناس قال سوداء وهي البغلية البغلية تسمى الدراهم السوداء أو الدراهم السود وتسمى كذلك بالبغلية البغلية وتسمى الكسروية قيل إن هذه سميت بغلية نسبة لبلدة وهذه البلدة قيل إنها في أرمينيا من بلاد فارس وقيل إنها بلدة قريبة من الحلة في العراق وقيل بل هي نسبة لمن سكها فإن الذي سكها اسمه رأس البغل والتسمي برأس البغل يدل على حظم رأسه وربما لذكائه فإن بعض الفلاسفة اليونان كان يلقب برأس البغل لشدة ذكائه وقوة تفكيره هذا الرأس البغل منه وقيل إنه أحد ملوك الفرس وقيل إنه أحد ملوك بني تغلب والعرب قديما يتساهلون في تسمية الرئيس ملكا وانتم تعلمون أن دعب الخزاع له كتاب في تاريخ ملوك حمير وكلهم ملوك إنما هم على عدد يسير فكثير من الناس يسمى ملوكا في الجاهلية وهو ليس ملكا وإنما هو ربما رئيس قومه فيتجوزون في تسميته الملك مثل ما جاء أن بعض المنافقين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرز له تاج ينصب ملكا على الأوس والخزرج فالملك هو الرئيس وليس معناه ملك يعني أنه ملك الأراضي وإن العرب إن ملكهم على الأفراد إذن هذا معنى قوله طبعا فينا قول ثالث أنها سميت بغلية لأجل ركبة البغل فقالوا إن في أسفل ركبة البغل دائرة سوداء لا تتغير باختلاف البغل وحجمه فيقدر الدرهم بحجمها فما كان على مقاسها فهو الدرهم البغلي وهذا أضعف الأقوال هذا الدرهم الأول وهو الدرهم البغلي الدرهم الثاني الدرهم الطبري قال نسبة لطبرية الشام وهي بلدة خلاف طبرستان هذه وإنما بلدة يعني ذكروا أنها قريبة بيت المقدس أو يعني في أطراف الأردن هكذا ذكروا وحجمها مختلف ذكر المؤلف قبل أن ننتقم بالذي حدث بعد ذلك ذكر المؤلف في حواش التنقيح أن الدراهم البغلية والدراهم الطبرية كانت موجودة في صدر الإسلام ولم يكن شيء منها من ضرب الإسلام لم يكن شيء منها ضربة في الإسلام وإنما كانت موجودة قبلهم ويتعاملون بها ثم بعد ذلك جاء بن أمية ففعلوا أمرا آخر سيذكره المصنف فجمعتهما بن أمية وجعلوهما درهمين متساويين كل درهم ستة دوانق فيرد ذلك قال المصنف جمعتها بن أمية مراده ببني أمية عبد الملك بن مروان ومن كان معه كالحجاج بن يوسف وغيرهم من قادته وولاته جمعوا الدرهمين الدرهم البغلي الذي يزن ثماني الدوانق مع درهم آخر وهو الطبر الذي يزن أربعة فيكون مجموع ستة اثنين عشر درهما ثم قسموها بالنصف فكان كل درهم منهما يعادل ستة دوانق هذا الذي سمي درهما إسلاميا ظاهر كلام المصنف أن بن أمية هم أول من سكى هذه الدرهم الإسلامي ولم تكن مسكوكة قبل وهذا غير صحيح فقد ذكر القاضي عياض في الشفاء بأنه لا يصح أن يكون الدرهم مجهولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء به التقدير في البعوات وفي غيرها وإذاك يقول بمفلح وهذا يدل على أن من زعم أن الدرهم لم يكن معروفا إلى زمن عبد الملك بن مروان وأن عبد الملك هو الذي جمعها برأي العلماء أن هذا قول باطل وإنما معنى ما نقل من جمع عبد الملك بن مروان وبني أمية بين الدرهمين أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام أو يحمل ذلك على أن الدراهم كانت مختلفة فجمعوها على درهم واحد لا يختلف فقط إذن الدرهم الإسلامي هو الذي يقدر في جميع الأحكام في قول عامة أهل العلم والشيخ تقي الدين رأي في هذه المسألة لا يحتاج الإشارة إليه فيرد ذلك كله إلى المثقال والدرهم الإسلامي نعم قوله فيرد ذلك كله الحقيقة أن المصنف اختصرها لأن قوله فيرد ذلك كله المفروض أنه يعود المذكور ولم يذكر إلا الدرهم البغلية والدرهم الطبري ولو أن المصنف قال ويرد كل درهم إلى ذلك سواء كان بغليا أو طبريا أو يمانيا أو خرسانيا أو غيرها فيرد إلى المثقال لأن المثقال لم يتغير في الإسلام ولا في الجاهلية أو يرد إلى الدرهم الإسلامي الذي ثبت مقداره بإجماع أهل العلم كما نقلت لكم قبل قليل في الدرهم الذي سكه عبد الملك المروان إذن فيجب أن ترجع كل تعامل إلى هذين الثنين في الميزان ولا زكاة في مغشوشهما أي في مغشوش الذهب والفضة ومعنى المغشوش أن الذهب والفضة يضاف إليها مواد أخرى قد تكون من جنس الثاني مثل أن يضاف للذهب فضة أو يضاف إليهما معدن مختلف هذا المعدن يقلل من جودته ولكنه قد يقويه فعلى سبيل المثال عندما نعرف أن الذهب إذا كان معيار 21 أو 18 أو 12 فإنه يسمى مغشوشا لأن فيه نسبة من الإضافة فـ 18 أضيف إليه الربع وهو تقريبا 6 وـ 12 أضيف إليه النص لأن العيار الكامل 24 قراط وهكذا إذن قول مصنف ولا زكاة في مغشوشهما أي لا يحسب الوزن للذهب والفضة مع ما خلط إليهما وأضيف إليهما حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص نصابا قال حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص نصابا فعلى سبيل المثال إذا قلنا إن زكاة الذهب عيار 24 هي 85 جرام فإنه إذا كان الذهب من عيار 12 فلابد أن يكون وزن الجميع ضعف ذلك وهو تقريبا 170 جرام ومثله أيضا بالنسبة إذا كان عيار 18 وهكذا تعرفه بالنسبة إذن لا بد أن يكون الذهب الخالص مقداره كذلك إلا أن يكون قد خلط بفضة فسيأتي الحديث عنه فإن شك هل فيه نصاب خالص خير بين سبكه وإخراج زكاة نقده إن بلغ نصابا وبين استظهاره وإخراج قدر زكاته بيقين نعم يقول المصنف فإن شك هل فيه أي هل في المخشوش من الذهب والفضة نصاب خالص أم أنه دون النصاب قال يخير بين أمرين إما أن يعيد سبكه فيعرف الخالص فيه من الذهب والفضة ويخرج الفاسد مما يضيف إليه لغش قال وإخراج زكاته نقدة أو زكاة نقدة إن كان خارجه نصابا ويخير بين أمر آخر وهو استظهاره وما معنى قوله استظهاره استظهاره هنا معنى الاحتياط هنا الاستظهار بمعنى الاحتياط وذلك أحسن بعض المتأخرين فعبر بالاحتياط لأجل توضيح قال وبين استظهاره أي الاحتياط ويحتاط في المال فيخرج قدر زكاته بيقين فينظر الذي يحتاط فيه فحينئذ يكون قد أخرج الزكاة يقينا نعم ربما يكون قد نقص بيسير فيأخذ حينئذ الأغلب في ظنه فيحتاط له وإن وجبت الزكاة وشك في زيادة استظهار نعم المسألة سبقت معنى إذا كان قد شك هل بلغ النصاب أم لم يبلغه فيخير بين السبك أو الاحتياط وهو الاستظهار هنا تيقن أن الذهب المغشوش قد بلغ نصابا لكنه شك في مقداره قال وإن وجبت الزكاة أي وجبت الزكاة في الذهب والفضة المغشوشة بغيرها وشك في زيادة أي في الزيادة عن النصاب فكم مقدار ما زاد قال استظهر بمعنى احتاط فما غلب على ظنه فيأخذ ما ظنه أكثر لأنه هو اليقين عنده حينئذ باب الاحتياط فألف ذهب وفضة مختلطة ستمائة من أحدهما واشتبه عليه من أيهما وتعذر التمييز زك ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة نعم هذه مسألة فيما لو كان الذهب والفضة مخلطان مع بعضهما بأن دخل ذهب مع فضة ومن أظهر صور خوط الذهب الفضة معنا ما يسمى عند الآن بالذهب الأبيض فإن الذهب الأبيض قد يكون خوط ذهب مع فضة وقد يكون ذهب مع غيره من معاد لها قيمتها قال المصنف فألف ذهب وفضة مختلطة أي مسبوك معا في سبيكة أو في حري واحد ستمائة من أحدهما والباقي من الآخر وأربعمائة من الآخر فأحدهما ستمائة والثاني أربعمائة يقول المصنف اشتبه عليه من أيهما لم يدري هل ستمائة من الذهب أم أن ستمائة من الفضة قال وتعذر التمييز لم يستطع أن يميز بينهما زكى ستمائة ذهبا فيخرج من باب الاحتياط والاستظهار لأنها الأكثر قيمة فيجعل الأكثر للذهب وأربعمائة فضة وهذا من باب الاستظهار والاحتياط قال رحمه الله إن أراد أن يزكي المغشوشة منها وعليم قدر الغش في كل دينار جاز وإلا لم يجزئه إلا أن يستظهر فيخرج قدر الزكاة بيقيم نعم يقول المصنف وإذا كان عنده ذهب أو فضة مغشوشة وعليم قدر الغش طبعا هنا الغش قد يكون بإرادته هنا تعبير خاص بالذهب والفضة نسمي الآن المخلوط أو ما كان دون كامل القراريط يعني أقل من 24 قراريط الآن لوجود الجهات التقييس لا بد أن يختم على الذهب كم مقدار قراريطها هو 24 أو 18 أو 16 أو أقل من ذلك أو أكثر يقول وإن أراد أن يزكي المغشوش إذن تنبيهي قبل قليل لا تظن أن المغشوش هو الغش تلبيع والشرالة أقص المغشوش الذي خلط بغيره وإذا أراد أن يزكي المغشوش منها أي من الذهب أو الفضة التي عنده وعليم قدر الغش في كل دينار مثل الآن عندما تذهب للمحلات يقول لك هذا عيار 18 جاز له أن يخرج ذلك جاز أي جاز وهذا سهل جدا في وقتنا لأنه يختم على الذهب من عيار 18 فالغش فيه 6 فيخرج بمقدار 18 وتقدم المثال له قبل قريب قال وإلا لم يجز أي وإن لم يكو قد علم مقدار الغش في الذهب والفضة لم يجز له أن يخرج منه قال إلا أن يستظهر يعني يحتاط فيخرج قدر الزكاة بيقين فلو كان مترددا هل الغش 30% أم أنه 20% فحينئذ يأخذ الأقل فيخرج زكاة إذا كان الغش 20% فقط وهذا هو الاستظهار الذي يراد به الاحتياط وإن أخرج ما لا غش فيه فهو أفضل نعم يقول المصنف وإن أراد أن يخرج ما لا غش فيه بأن يخرج ذهبا خالصا أو فضة خالصة عن ما فيه غش فهو أفضل وهذا يعني كان قديما لفائدة لأن كثير من الناس قد ينغشوا بالمغشوش ويظنه خالص فإذا ذهب للصيار فعرفوه وقد يكون في وقتنا يختلف الوضع الآن فكل شيء مختوم ومميز وبين ويعرف قد رقشه حقيقة بأن يدعى ماء في إناء ثم يدعى فيه ذهبا خالصا زناة المغشوش ويعلم علو الماء ثم يرفعه ويدعى بدله فضة خالصة زناة المغشوش ويعلم علو الماء وهو أعلى من الأول لأن الفضة أضخم من الذهب ثم يرفعها ويدعى المغشوش ويعلم علو الماء ثم يمسح ما بين العلامة الوسطى والعليا وما بين الوسطى والسفلة فإن كان الممسوحان سواء فنصف المغشوش ذهب ونصفه فضة وإن زاد أو نقص فبحسابه هذه مسألة في الحقيقة مسألة تقييسية هي ليست موجودة في كتب المذهب وإنما ذكرها المصنف والمصنف يحب الأمور الرياضية فإنه يحب الحساب وله مصنفات خاصة في الحساب هذه طريقة كيف تعرف المغشوش من غيره قال تأتي بإناء هذا الإناء يجب أن يكون مجوبا أن يكون أسفله وأعلى أن يكون بعرض واحد فلا يكون من أسفل واسعا ولا من أعلى ضيق أو العكس بل يجب أن يكون من أسفله وأعلى بعرض واحد وأفضل أن يكون ضيقا وأن لا يكون واسعا لأن كلما كان ضيقا كل شيء يوضع فيه يرتفع أكثر وهذا معروف الآن استخدم في قياس أحجام اللترات فعندهم عند التقييس يأتيك بأنبوبة طويلة معلم عليها المقادير موجود الآن عند التقييس تستطيع أن تشتريها من المحلات المكتبات وغيرها يقول تملأها ماء ثم تجعل فيها أولا الذهب قال المصنف ويعرف قدر غشه حقيقة بأن يدع ماء في إناء ذكرت لكم صفة الإناء ثم يدع فيه ذهبا خالصا زينة المغشوش يعني لنقول مثلا وزنه كيلو فيجعل فيه كيلو فيه ذهب قال ويعلم علو الماء إلى أين ارتفع الماء يضع عليه علامة قال ثم يرفعه أن يخرج الذهب الخالص يخرج الذهب الخالص ويخرجه بعد ذلك قال ويدع بدله يعني يضع بدله فضة خالصة زينة المغشوش يعني عند المغشوش وزنه كيلو يأتي قبل ذلك بكيلو ذهب خالص أيار 24 ثم يأتي بعده بفضة بعيار 24 فيجعل أولا الذهب وينظر كم ارتفع ثم يجعل الفضة وينظر كم ارتفعت وهذا معنى قوله ويدع بدله أي في الماء فضة خالصة زينة المغشوش ويعلم علو الماء وعادة بينهما قيل تقريبا ثلاثة من عشرة في الحجم قال وهو أعلى من الأول أي أن الماء سيرتفع في الفضة أعلى من الذهب والسبب قالوا لأن الفضة أخف وزنا من الذهب فكلما كان الشيء أخف وزنا فإنه يكون أكبر حجما الوزن إذا كان خفيف يكون أكبر حجما وذاك يرتفع والماء يرتفع باعتبار اللو قال لأن الفضة أضخم من الذهب أضخم باعتبار الحجم وليس باعتبار الوزن قال ثم يرفعها أي الفضة التي وضعها في الإناء ويدع المغشوشة بعدما يخرجها يجعل المغشوش الذي وزنه كيلو على سبيل المثال ويعلم علو الماء وقطعا سيكون بين الذهب والفضة لأنه مغشوش بين ذهب وفضة قال ثم يمسح يمسح هنا بمعنى يقيس كم بينها وبين الفضة وكم بينها وبين الذهب وينسب ينسب فلو أنها في النصف فيكون نسبته النصف لو أنها أسفل الربع فيكون الربع للأسفل وثلاثة أرباع للأعلى وهو الفضة قال ثم يمسح هنا المسح بمعنى القياس من المساحة والنسبة ثم يمسح ما بين العلامة الوسطى وهي علامة الذهب المغشوش لأن قطعا ستكون وسطى والعليا وهي علامة الفضة وما بين الوسطى وهي علامة المغشوش والسفلة وهي علامة الذهب فإن كان الممسوحان سواء فنصف المغشوش ذهب ونصفه فضة يعني إذا كانت في النصف الممسوحان يعني النسبة للأعلى خلنا نقول مثلا 2 سانتي والنسبة للأسفل 3 سانتي فيدل ذلك على أن نسبة الغيش 50 في 50 قال وإن زاد أو نقص ارتفع للعلو أو نقص فبحسابه أي بالنسبة والتناسب فعل هذا قال رحمه الله فعل هذا لو كان ما بين العليا إلى الوسطى ثلثين ما بين العلامتين وما بين السفلة إلى الوسطى ثلثه كانت الفضة الثلثين والذهب الثلث وبالعكس الذهب الثلثان والأولى أن يكون الإناء طيب والذهب وبالعكس وبالعكس الذهب الثلثان هذا واضحة ووضحت بالشرح السابق والأولى أن يكون الإناء ضيق نعم كلما كان ضيق كلما كانت العلامة أعلى وأوضح ويتعين أن يكون أعلى وأسفله في الساعة والضيق سواء نعم قوله ويتعين أن يجب أن يكون أعلاه وأسفله في الساعة والضيق سواء لأنه لو كان مختلفا فإن ارتفاع في أحد يختلف من من موضع لآخر ولا يكون حينئذ دقيقا وذلك قال ويتعين كقصبة ونحوها نعم مثل قصبة يكون مقدارها واحد مثل قصبة السكر أو القصبة الذي يكون من غيره ولا زكاة في غشها إلا أن يكون فضة قوله ولا زكاة في غشها أي في غشة في غش الذهب فإن كان مغشوشا بغير الفضة مثل أن المعادلة يغش بها الذهب ليكون عيار 18 أو أقل فهذا لا زكاة فيه مطلقا إلا أن يكون جوهرا سيأتي حكم الجوهر إن شاء الله في محله وبناء على ذلك فنقول لا زكاة فيه إذا فصل أو كان تابعا للذهب فإنه لا يزكى لأنه ليس في عينه الزكاة قال المصنف إلا أن يكون فضة فإنه حينئذ يجب أن يزكى نعم فيضم فيضم إلى ما معه من النقد فضة كان أو ذهب قال إلا أن يكون فضة فإنه في هذه الحالة يضم أي الفضة التي غش بها الذهب إلى ما معه من النقد من الذهب والفضة قال فضة كان النقد الذي معه أو ذهبا لأنه سيأتينا أن الذهب والفضة يجمع أحدهما إلى الآخر طيب قبل أن ننتقل المسألة بعدها إذن عندنا هنا أن الغش في الذهب والفضة عرفنا صفته وذكر المصنف أمورا حسابية وختم هذه المسألة بأن الغش لا يزكى إذن الغش في الذهب لا يزكى إلا أن يكون الذهب قد غش بفضة أما غش الفضة فلا يتصور أن يغش الفضة بذهب لأن الذهب أغلى وإنما في الأصل أن الفضة تغش بأشياء يعني لا زكاة فيها إذن الغش لا يزكى إلا أن يكون ذهبا إلا أن يكون فضة وهذه الحالة الأولى هناك حالة ثانية ذكرها المجد ولم يذكرها المصنف أن الغش يزكى إذا كان معدل للتجارة وذلك مثل أن يكون بعض أنواع الذهب قد يكون مثل الذهب الذي يجعل علامات أو ماركات فغالبا لا يكون 24 قراطا وإنما يكون ذهبا مغشوشا 12 قراط وقد يزيد وقد ينقص أحيانا هذا يزكى مع غشه بقيمته لأنه معدل للتجارة فهو يباع بسعر مرتفع فحينئذ يكون الغش في الذهب عروض تجارة فيزكى إذن الغش في الذهب وفي غيره لا يزكى إلا في حالتين الحالة الأولى إذا كان قد غش بما فيه الزكاة كالفضة والحالة الثانية إذا كان معدل للتجارة فحينئذ يزكى لأنه سيزيد في ثمن الذهب الخالص قال رحمه الله ويكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه نصا نعم بدأ يتكلم المصنف عن مساء متعلقة باستطرادا عما يتعلق بضرب الذهب والفضة قال ويكره ضرب نقد مغشوش النقد المغشوش هو الذي يتعامل به الناس ذكر المصنف أنه يكره ضرب النقد المغشوش وإنما يكون نقدا خالصا ثم قال واتخاذه لأنه لما كره كره اتخاذه لأنه قد يكون وسيلة للغش ومن جانب آخر أنه قد يكون ذريعة للوقوع في الربا ولذلك ذكر المصنف أنه نصا أي نص عليه الإمام أحمد وقد نقل محمد بن عبد الله المنادي أن الإمام أحمد قال ليس لأهل الإسلام أن يضربوا إلا جيدا فحينئذ أخذ من نص الإمام أحمد أنه يكره ولكن ابن مفلح قال الظاهر عدم الكراهة أو مال لا نقول قال الظاهر وإنما مال ابن مفلح لعدم الكراهة لأنه ما زال عند الناس دراهم مغشوشة يتعاملون بها ولو قيل بالكراهة فيها لو وجد الحرج على كثير من الناس أنا أتكلم عن الزمان المتقدم حينما كانوا يتعاملون بالدراهم المغشوشة وتجوز المعاملة به مع الكراهة نعم قوله وتجوز المعاملة به مع الكراهة إذن يكره التعامل بها ولكن كما نقلت لكم من المفلح مال لجواز الضرب وجواز التعامل بها لأن الناس إنما تكون دراهمهم في الغالب مغشوشة قال إذا أعلمه بذلك أي إذا أعلم الطرف الآخر أن هذا الدرهم الذي اشترى به هذه السلعة فيها غش وإن جاهل قدر الغش فيعلمه بذلك لأنه إذا لم يعلمه بذلك قد يكون فيه وقوع في الربا مثل الصرف فقد يظن أن الدرهم غير مغشوش فيشتري به فضة أو يظن أن الدنار غير مغشوش فيشتري بها ذهبا ولا يوجد تماثل وعندنا قاعدة ستأتنا إن شاء الله بتوسع في باب الربا أنه إذا جهل التماثل فإنه يكون كالعلم بالتغاضل قال الشيخ الكيمياء غش وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق باطلة في العقل محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين ولو ثابتت على الرباص ويقترن بها كثيرا السمياء التي هي من السحر قول المصنف قال الشيخ المراد بالشيخ هنا الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله وهذا الكلام الذي نقله المصنف عن الشيخ هو ذكره ابن مفلح في كتاب البيت ولكن المصنف نقله هنا للمناسبة ما يتعلق بالذهب والفضة قول المصنف الكيمياء الكيمياء قديما لها تعريف وحديثا لها تعريف مختلف فمن الخطأ أن تظن أن الكيمياء الذي يتكلم عن السلف كأبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وغيرهم المتقدم أهل العلم هو الكيمياء الذي نتعامل بها الآن إذ الكيمياء عندهم هو ما يعرفونه بأنه تبديل قوى المعادن تبديل قوى المعادن بعضها ببعض بأن تقلب المعادن الخصيسة إلى معادن نفيسة فيجعل المعادن كالحديد ذهبا ويجعل المعادن كالنحاس فضة وغير ذلك وهذا الأمر خطير جدا وذكر الشيخ تقيدي أنه غش ولا يصح بل إنه يتعلق بتوحيد الله عز وجل وله رسالة في هذا الجانب وابن القيم أيضا أخذ كنام الشيخ في كثير منه وألف فيها رسالة مستقلة أما الكيمياء التي نتعامل بها الآن وتدرس للناس من صغرهم من المتوسط فما بعدها فهي تختلف عن تلك التي تتعلق بقلب هناك قلب الكيمياء القديمة قلب كيف تقلب معدن إلى معدن أما الكيمياء التي ندرسها ونتعلمها منذ القدم فهي دراسة المواد دراسة خواصها وكيفية تفاعلها وسلوك هذه المواد من حيث التمدد وغيره وما تنفع فيه من آثار كيميائية وغيرها وهذا ليس فيه تغيير لحقائق المواد بل يذكر إذا تفاعلت كيف تكون بينما الأواء يزعمون أنهم سيقلب النحاس ذهبا وهذا ما لا يثبته شرع بل يخالف الدين كما ذكر الشيخ تقي الدين والتوحيد والعلوم العقلية جميعا متفقة على بطلان الكيمياء القديمة وهذا معنى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى من طلب الغناء بالكيمياء أفلس والسلف كانوا يستمتصون عقل من أراد أن يعمل الكيمياء ويتعلمها ليصل فيها فإنه لا يصل فيها لنتيجة إذن أريدك بس أن تعرف الفرق بين الكلمتين وأكدت على ذلك لأن أكثر خطأ العقل بسبب الاشتراك في الألفاظ وبعض الناس لكونه لا يعلم ولأنه لا يعلم أنه يعلم وزاد على ذلك أن في قلبه حقدا وغنى على أهل العلم يقرأ كلاما لا أدري كيف وصل له أهوى بنته لغير ثم يقول انظر كيف أن أهل العلم يحرمون علوما موجودة إذ درسوا عنها هذا الشيء هم يتكلمون عن شيء وأنت تتكلم عن شيء مثل ما ذكرت لكم في القش أن المصطلح اختلف فكذلك هنا ما يتعلق بالكيمياء المراد الآن يختلف عن هي دراسة حالات الآن وليس تغيير حالات ليس قلب مادة إلى مادة فالموادات تقلب علميا ثابت هذا عند الجميع يقول الشيخ قال الشيخ يعني التقييد دين الكيمياء غش ثم بيّن ما معنى الكيمياء فقال وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق يعني يجعل معدنا خسيسا شبيها بالمخلوق ذهبا وفضة فيجعله كذلك المخلوق المصنوع فيصنع شيئا فيشبهه به وهذا لا يمكن لا يمكن أن تجعل شيئا غير الذهب والفضة ذهبا للذهب له تركيبته الكيميائية وتركيبه الأصلي الفلزي ولا يمكن نقل معدن من نوع إلى آخر لا يمكن ذلك قال باطل في العقل وهذا مسلم عند جميع الناس الآن مسلمهم وكافف أن هذا باطل في العقل قال الشيخ محرم بلا نزاع بين علماء المسلمين بل ذكر الشيخ تقييدين أن هذا يخالف التوحيد لأن فيه من اعتقد جواز ذلك فإنه يعتقد الخلق فهو مناقض توحيد الربوبية قال ولو ثوبت على الرباص الرباص هذه آلة قديمة بدائية يستكشف بها غش المعدن يستخدمه الصيارفة لكي يعرف هل المعدن مغشوش أم لا وهي بدائية بذلك يقول الشيخ حتى لو ثبتت عندكم في آلتكم تلك البدائية فإنها ليست ذهبا وليست فضة يقول حتى لو آلتكم البدائية اكتشفت ذلك وهذا الذي يعني مسلم ولا شك فيه قال ويقترن بها كثيرا السيمياء السيمياء ما هو قاله علم يتعلق بالخيال بحيث أن الشخص يتخيل خيالات لا وجود لها في الخارج فالشيخ يقول إن هذه الكيمياء تجعل الحقيقة غالب من يتعامل بها هو يتعامل بالسيمياء بأن يجعل الذي أمامه يتخيل أن الذي بين يديه ذهبا أو فضة مثل ما نسمع عن بعض الناس إن كان صحيح لا أدري أنه يعطيها أوراق فيقلبها له أوراقا نقدية فهي في الحقيقة يجعل الذي أمامه يتخيل ذلك هذا يسميه الأوائل من علماء اليونان بالسيمياء أن يجعل الذي أمامك يتخيل هذا الشيء باللهجة الدارجة يسمى عندها التقمير ما زال هذا الاسم موجود بتركي موجود تقمير زين طيب قال التي هي من السحر في الشيخ يرى أن السيمياء هي من ذلك دعم تفضل قال رحمه الله ومن طلب زيادة المال بما حرماه الله عوقب بنقيضه كالمرابج يعني هي الخسارة وما زال آثار السلف كثيرة ذكرت منكم قول أبي يوسف صاحب الإمام بحنيف عليهم ورحمة الله من طلب المال والغنى بالكيمياء أفلس فمن طلب هذه الأمرة لحقائق لها يفلس قال الشيخ ومن طلب زيادة مال بما حرم الله هذا من المعاني الجميلة التي يلتفت لها الشيخ كثيرا قال عوقب بنقيضه وهو الخسارة كالمرابي ومثله أيضا من طلبها بهذا الفعل المحرم وهو الكيمياء المحرم عقلا والباطلة المحرم شرعا والباطلة عقلة وهي الكيمياء وهي أشد تحريما منه لأنها تتعلق بالتوحيد الله عز وجل فتحريمها لأجل تعلقها بالتوحيد ولو كانت حقا مباحا لوجب فيها خمس أو زكاة ولم يوجب عالم فيها شيئا هذا يدل على أنه إجمع أنها ليست حقا وليست مباحة والقول بأن قارون عاملها باطل نعم باطل لم يثبت مطلقا لا نقلا ولا عقلا ولم يذكرها ويعملها إلا فيلسوف أو اتحادي أو ملك ظالم نعم لم يعملها إلا فيلسوف يدعي ذلك أو اتحادي لأنه يشكك في خلق الله عز وجل والاتحادية عندهم تشكيك حتى في الربوبية قال أو ملك ظالم يريد أن يكذب على الناس ويظلمهم ليأخذ أموالهم وقال نعم قول مصنف هنا وقال هذا قول آخر للشيخ لم ينقله بمفلح وإنما نقله الشيخ من فتاوى الشيخ تقي الدين وهذا النقل القادم هو المتعلق بالزكاة والحقيقة أن هذا النقل القادم ذكره الشيخ تقي الدين من باب الاستدلال والتقرير لمسألة أن المعيار فيما تجب فيه الزكاة إنما هو معيار الثمنية والتقويم للأموال فكل ما قيمت به الأموال وكان محلا لشراء السلاع به بأن كان ثمنا فإنه تجب الزكاة في عينه وعلّل ذلك الشيخ بما سيأتي بعد قريب ونقل الشيخ أقصد المصنف عن الشيخ تقي الدين هذا الكلام يدلنا على أنه له ميل لقول الشيخ تقي الدين وإن لم يكن تصريح أو ميل قوي والأمر الثاني لأجل مناسبة ما يتعلق بالفلوس ونحوها وإذا كنت من المناسبة أن أتكلم عن قضية الفلوس ماذا كانت عليه قديما ولما ذكر الشيخ وهذا الشيخ قديما كان الولاة وخاصة بعد القرن الخامس الهجري والسادس عندما قلّت الأموال بأيدي الناس كان الولاة يظلمون في صنع هذه الفلوس فكان الوالي ومر معنا تذكر حكم القبالات أنه يأتي الوالي للوالي الذي أعلى منه ويقول أنا أتقبل منك المنطقة الفلانية أو المدينة الفلانية واخذ عليها هذا المال فيأخذ منه مالا لنقول عشرة ألف ثم يأتي الوالي الأصغر الذي دفع القبالات ثم يأتي على الناس فيأخذ منهم أموالهم إما جبرا من غير وجه حق أو يتحيّد بأن يمنعهم من التعامل بالذهب والفضة ويضرب لهم فلوسا عليها اسمه ويقول لا تتعاملوا في الأسواق إلا بهذه الفلوس ويرفع أسعارها فإن كان الوالي قبله قد جعل فلوسا أخذ فلوسه بأرخص الأثمان ثم سكها بالسكة الجديدة وباعها عليهم بأضعافها فكان فيه أكل أموال الناس بالباطل وبالظلم فلا تصبح الفلوس رائجة ونافقة إلا بقاء هذا الوالي بل ربما تنفق سنة أو سنتين ثم بعد ذلك يبطلها ويأتي بفلوس جديدة ليأكل أموالهم بطريقة أخرى وأنت إذا قرأت في كتاب ابن إياس البدائع ترى أخبار عجيبة فيما كان في عهد المماليك ومن بعدهم في دولة الرومية العثمانية وما قبلهم لأن ربما في وقت الأيوبيين كان أجود وأيام الملك نور الدين العادل لم يكن فيه هذا الظلم ظاهرة وذلك الشيخ أراد لما قرر أن الثمانية هي العبرة أراد أن يبين متى يكون الفلوس معتبره قال إذا كانت رائجة وغير ظالمة رائجة أي معتمدة عند الناس وغير ظالمة سكت بقيمة فعلية لم يغال لظلم الناس بها نعم وهذا النقل موجود في كلام الشيخ تقي الدين في المجموع الفتاوى وسأذكر الفروقات بين المجموع ما وجد في المجموع وبين ما ذكره المصنف تفضل نقرأ وقال ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوسا نعم قوله ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوسا ليس على سبيل وجوب وإنما محل ذلك إذا جعلت فلوس تكون أثمانا للناس يتعاملون بها فينبغي أن تكون تلك الفلوس بالشروط التالية تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم نعم فلا يزيد في سعرها ليأخذ أموالهم وما في أيديهم من ذهب وفضة وغير ذلك ولا يتجر ذو سلطان في الفلوس بأن يشتري نحاسا فيضربه فيتجر فيه نعم هذا الشرط الثاني أو القيد الثاني ما نقول الشرط نقول القيد الثاني قال أن لا يتجر ذو سلطان ملازم سلطان الأعظم ولكن ذو سلطان مثل الولاة الذي يكون على قرية أو على ناحية فلا يتاجر في هذه الفلوس فيشتري النحاس الأول الذي التغى فيضربه باسمه أو ضربا جديدا فيتجر بالجديد ويأخذ القديم برخيص ويبيعه عليهم بغالي لأن الفلوس كما قلت لكم تصنع من النحاس ولا القيد الثالث ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها نعم عرفنا لما يحرم عليهم ذلك لكي يأخذ منهم أموالا أخرى ويتعاملون بما في يديه فيروجوا بأسعار عالية وهذه هي اللي يأخذ أموال الناس بالظلم بل يضرب بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة قال بل يضرب ما ضرب بقيمته أي ما ضربه من نحاس ونحوه بقيمته الفعلية كنحاس من غير ربح فيه فيعتبروا نحاسا لماذا يضرب الفلوس نحاسا؟ لأن النحاس أكثر توفرا عند الناس فيمكن أن يضرب به يعني سكة أكثر بكثير من الذهب والفضة ثانيا أن النحاس عمولات أقل فقد لا يحتاج الناس إلى الدرهم للشراء السلعة فيحتاج إلى أقل من درهم كربع درهم وغير فيتعاملون بالفلوس وغيرها فيكونوا من غير ربح فيه بل يكونوا بسعر النحاس فيكونوا سعره سعر النحاس ويعطي أجرة الصناع من بيت المال فإن التجارة فيها ظلم عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل نعم يقول المصنف إن التجارة في هذه الأموال التي هي أثمان تقدر بها السلع من أعظم الظلم للناس فيجب على من ولاه الله عز وجل أمور الناس أن يتقي الله عز وجل فيهم في ذلك فإنه إذا حرم المعاملة بها صارت عرضا وإذا ضرب لهم فلوسا أخرى أفسد ما كان عندهم من الأموال بنقص أسعارها فظلمهم فيما يضربه بإغلاء سعرها نعم قول المصنف فإنه إذا حرم المعاملة بها أي حرم المعاملة السابقة التي كانت عند الوالي قبله أو هو ضربها قبل سنة قال فإنه إذا حرم المعاملة بها إلا في قبله صارت عرضا أي صارت نحاسا لقيمة له زائد عن قيمة النحاس فإذاك نقول العملة الثانية التي ضربها يجب أن تكون بقيمة النحاس ولا يزيد على ذلك وقال وإذا ضرب لهم فلوسا أخرى أفسد قوله وإذا هذه ليست موجودة الفتاوى وإنما صارت عرضا ضرب لهم فلوسا أخرى وهذا أوضح حذف إذا أوضح المعنى وإن كان يعني إذا تحتمل وجها قال ضرب لهم فلوسا أخرى فأفسد ما عندهم من الأموال بنقص أسعارها بضربه الجديد فظلمهم فيما يضربه بإغلاء سعرها أي بإغلاء السعر الجديدة فتكون القديمة لقيمة لها وعندهم بإماء إيديهم اشتروها ثم غلت ثم رخصت غير فائدة وفي السنني عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس كل هذا كلام الشيخ نعم ما زال فإن كانت مستوية الأسعار بسعر النحاس ولم يشتري ولي الأمن النحاس والفلوس الكاسدة ليضربها فلوسا ويتجر في ذلك حصل المقصود من الثمانية وكذلك الدراهم قال الشيخ تقييد دين فإن كانت أي الفلوس التي سكها ذو السلطان مستوية الأسعار قوله الأسعار أي المقدار بسعر النحاس ولم يشتري ولي الأمن النحاس والفلوس الكاسدة ليضربها فلوسا ويتجر في ذلك وهذا عكس الشرط السابقة والقيود السابقة حصل المقصود من الثمانية فحينئذ يجري فيها الربا باعتبار علة الثمانية انقلاب الثمانية وتجب الزكاة في عينها ذكر المصنف قال وكذلك الدراهم تأخذ نفس الحكم وهذا إشارة إلى أن العبرة الثمانية وهي التقييم الأسعار وهي التي تجب الزكاة في عينها ولا يضرب لغير السلطان قال أحمد لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم نعم قول المصنف لا يضرب لغير السلطان أي أنه يمنع غير ولي الأمر من سكة الذهب والفضة ونقل عن أحمد فيما نقله جعفر بن محمد قال لا يصح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم المنع من منع غير السلطان أو ولي الأمر من فرب السكة قالوا أن هذا من باب الافتيات هذا التعليل نقله القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية إذ الولايات الأحدى عشر التي نقلها أبو يعلى في الولايات السلطانية فيها افتيات قد يكون جزء وقد يكون كلي وهذا من باب الافتيات هكذا علّ له القاضي ويخرج عن جيد صحيح ورديء من جنسه ومن كل نوع بحصته نعم هذه مسألة جديدة وهي متعلقة إذا كان الذهب المشتركا بين الصحيح والرديء فكيف يخرجه قال المصنف ويخرج أي عن الدراهي والدنانير عن الجيد صحيح ورديء من جنسه فيخرج عن الجيد الصحيح صحيحا وعن الرديء رديئا ثم قال ومن كل نوع بحصته فإن كان عنده جيد ورديء فيخرج من الجيد بحصته إذا كان الثلث ومن الرديء بحصته فيخرج عن الثلثين رديئا هكذا ذكر المصنف وهنا المصنف أطلق فقال من كل نوع بحصته وهذا يشمل ما لو كان يشق عليه معرفة مقدار كل واحد من الجيد والرديء أو ليس كذلك وقد صرح بهذا الظاهر مرعي فقال مرعي ولو شق عليه ذلك ولو شق عليه ذلك وأشار مرعي لقوله ولو لأن صاحب الإنصاف قد ذكر أنه قيل إنه إن شق عليه لكثرة الأنواع فإنه يخرج من الوسط من الجميع قال كالماشية جزم به الموفق ثم قال قلت وهو الصوب فقول ما صوبه صاحب الإنصاف أنه يخرج من الوسط إذا كان مجتمعا لرديء وصحيح فإنه في هذه الحالة عند المشقة يخرج الوسط بينما المصنف في ظاهر كلامه وجزم به مرعي أنه يجب عليه أن يفصلها ولو شق عليه ذلك هنا معنى الصحيح والرديء ليس المغشوش لا وإنما مقصود بالصحيح والرديء مثل مكسور ومثل المسود بأن يكون أسود لأن الدراهم قد يأتي فيها أكسدة فتصبح سوداء وبعضها تكون بيضاء وقد تكون سكت في وقت واحد بأمور طرأت عليها من مواد يعني لمستة فيكون شكلها ليس بالحسن وهكذا وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى كان أفضل نعم هذا هو الأفضل لأنه إخراج للحق وزيادة هنا عكس السابقة وهو أن يخرج الرديء عن الأعلى الأولى يخرج الأعلى عن الرديء هنا يخرج الرديء عن الأعلى قال وإن أخرج وإن أخرج عن الأعلى مكسرا أو بهرجا مكسرا هذه صورة من صور الرديء أو بهرجا وهو الرديء يعود إلى الثنتين زاد قدر ما بينهما من الفضل وأجزأ قال زاد ما بينهما أي ما بين قيمة الرديء والجيد من الفضل للجيد والأعلى وأجزأه حينئذ وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزئه نعم يقول المصنف وإن أخرج من الأعلى فقط بقدر القيمة دون الوزن لأنه سبق معنى أنه إن أخرج من الأعلى بالوزن كان هو الأفضل لكن لو أخرج بالقيمة ولم يخرج بالوزن لم يجزئه لأن الزكاة واجبة بالوزن ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن نعم قوله ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها أي كثير القيمة من نوعه مع الوزن أي مع اتفاق الوزن هنا قوله مع الوزن أي مع اتفاقه ما في الوزن ويجزئ مغشوش عن جيد ومكسر عن صحيح وسود عن بيض مع الفضل بينهما نعم قوله مصنفه يجزئ مغشوش عن جيد ومكسر عن صحيح وسود عن بيض مع الفضل بينهما الحقيقة أن هذه شبهة بمسألة سابقة وهي قوله وإن أخرج عن الأعلى مكسرا زاد قدر ما بينهما من الفضل وأجزاء مرت معنا قبل قليل هي شبيهة بها بل بعض ما ذكره بنصه مذكور هناك يقول مصنف ويجزئ مغشوش عن جيد لو أن عنده جيد وأخرج عنه مغشوشا قال يصح ولكن يزيد الفضل فيزيد من المغشوش ما يبلغ به الوزن الذي يجب عن الجيد ومثله إذا كان عنده مكسر وصحيح فيخرج من المكسر ما يكفي عن الفضل مع الفضل بينهما ومثله سود عن بيض السود الذي يظهر أن المراد بالسواد هو سواد اللون لأن الفضة كما ذكرت لكم قد تمر عليها أمور معين كمواد كيموية موجودة في الحياة وتصيبها بالسواد ترى بعض الدراهم القديمة سودة وترى بعضها بيضاء جميلة فبعض الناس قد يستنقص قيمة السودة ولا يرغب بها فتكون هذه من مثابة الرديئة وليس المراد بالسود البغلية وقد سبق معنا في أول الدرس أن الدراهم البغلية تسمى السود ليس المراد وإن المراد بالسود هنا السود حيث اللون فيما يظهر وقوله مع الفضل بينهما يعود لكل ما سبق المغشوش عن الجيد والمكسور عن الصحيح والسود عن البيض مع أن المكسور عن الصحيح ذكرها بنصها قبلها بسطرين ولا يلزم قبول رديء عن جيد في عقد وغيره ويثبت الفصح نعم هذا الصطران مصنف يقول لو أن شخصا باع لآخرة أو عاقده معاقدة مثل مهر المرأة أو خلع الزواج هذه في العقود وغيرها من العقود مثل ضمان المتلفات وأرش الجنايات فوجبت في ذمة المتلف والجاني وأحد العاقدين مال من ذهب أو فضة لا يلزم أن يقبل الرديء إذا كان قد اتفق على جيد أو أن العرف متجه للجيد يقول مصنف ويثبت الفسخ أي ولو سلمه الرديء فإن له حكم خيار العيب وخيار العيب يثبت له الفسخ إذن قوله ويثبت الفسخ أي باعتبار خيار العيب إذا بان له العيب في أحد الثمانين ويضم أحد النقدين إلى الآخر في تكمل النصاب نعم قول مصنف ويضم أحد النقدين النقدان الذهب والفضة ومر معنا أن على ما قرر الشيخ تقي الدين والذي عليه الفتوى في المجامع وعند أهل العلم جميعا أو أغلبهم المعاصرين أن النقدين يلحق بهما كل ما تقوم به الأثمان إذن فيضم أحد النقدين إلى الآخر ويضم إليهما ما يكون ثمانا يتعامل الناس به في تكمل النصاب فيضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء لا بالقيمة كما سيأتي فالتكمل هنا بالأجزاء لا بالقيمة ما معنا الأجزاء يعني الربع والنصف ونحو ذلك ويخرج عنه ويكون الضم بالأجزاء لا بالقيمة هذا اللي قلناه قبل قليل قوله ويكون الضم بالأجزاء لا بالقيمة ما سبق قبل قليل الضم باعتبار النصاب قوله ويخرج عنه أي يجزئ إخراج أحد النقدين عن الآخر أو إخراج أحد الأثمان الحديثة من الأوراق النقدية عنهما إذن هذا معنى إخراج وهذا الإخراج يكون بالقيمة ولا يكون بالوزن وهذا واضح وذلك يقول المصنف ويكون الضم بالأجزاء لا بالقيمة وأما الإخراج فإنه يكون بالقيمة ولا يكون بالأجزاء أخذناه من كلام المصنف لأنه قال يضم ويخرج أحدهما عن الآخر ثم قال واضضموا بالأجزاء إلى بالقيمة وفهمه أن الإخراج يكون بالقيمة لا بالأجزاء وهذا أصل موجود عندنا جميعا كلنا نعرف ذلك الشيء طيب فعشرة مثاقيل ذهبا نصف نصاب ومئة درهم نصف نعم عشرة مثاقيل ذهبا نصف نصاب لأن النصاب عشرون مثقالا ومئة درهم نصف أي نصف نصاب لأن النصاب الكامل في الفضة مئة درهم فإذا ضم كمل النصاب لأن الضم هنا بالأجزاء فهو نصف نصاب ونصف نصاب لو كان الذهب خمسة عشر مثقالا والفضة خمسون درهم صح لأن الأول ثلاثة أرباع نصاب والثاني ربع نصاب ولذلك بعض الناس من الخطأ عندما يكون عند المرأة مثلا ذهبا وهذا الذهب لا يبلغ خمسة وثمانين جراما تقريبا فتزنه فإذا به أقل من ذلك لكن عندها نقد فنقول وحيث تقرر أن النقد يضم إلى الذهب والفضة في النصاب فإن في هذا الذهب الذي فيه الزكاة مما ليس حليا مباحا يكون فيه الزكاة لأنه يضم الذهب إلى الفضة وإلى سائل الأمور الثمانية كالنقد وإن بلغ أحدهما نصابا ضم إليه ما نقص عن الآخر ما نقص عن النصاب من الآخر فلو أن الثاني أقل من النصاب فإنه يضم مطلقا لأن الأول بلغ النصاب وهذا واضح ولا يجزئ إخراج الفلوس عنهما هذه الذكرتها لكم في أول الدرس قلت لكم أن المذهب أن الفلوس ولو كانت رائجة لا يست ملحقة بالذهب والفضة في وجوب الزكاة في عينها وإنما هي من عروض التجارة والمذهب كذلك أنه لا يجوز إخراج الزكاة من العروض ومن باب أولى لا يجوز إخراج زكاة الذهب والفضة عروضا ولعل قولا فقهائنا أن الفلوس لا تلحق بالذهب والفضة لما كان من ظلم سائد في البلدان قديما إذ لو قلنا إن فيها الزكاة في ذلك الزمان لكان فيه إضرار أشد على النس أما وقد انضبطت الثمانية في زماننا عن طريق البنوك المركزية الموجودة في البلدان وانضبطت بالشروط التي ذكرها الشيخ تقييدين وهي الآن موجودة في أغلب بلدان العالم فإنها تكون الثمانية واضحة جلية وما حذر منه الفقه قديما قد انتفى في وقتنا وحين إذن فنقول لا يجوز إخراج الفلوس منها باعتبار المعنى القديم ويجوز إخراجها بالأثمان الموجودة بين أيدينا من الأوراق النقدية وما في معنىها فلو أنه راج الآن الأموال التي تسمى الرقمية هذه ومكافي تسميتها نظر مثل بتكوين وغيره فتضم إليها في الزكاة في النصاب ويجوز إخراجها عنها قوله وتضم قيمة العروض أمراد بالعروض هنا عروض التجارة إن هي التي فيها الزكاة أما عروض القنية فلا زكاة فيها إلى كل منهما أي إلى كل من الذهب والفضة على سبيل انفراد إن كان موجودا وإليهما فيجمع الذهب إلى الفضة ويجمع إليهما قيمة عروض التجارة وسبق معنى أن الفلوس ليس فيها زكاة إلا أن تكون عروض تجارة ونقصد بالفلوس المتقدمة ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره نعم يضم في معرفة النصاب وتحديده وقدره الجيد والمضروب إلى الرديء والمضروب إلى التبر التبر له سبائك وغيرها فصل ولا زكاة في حل مباح لراجل ومرأة من ذهب وفضة معد لاستعمال مباح أو إعارة ولو لم يلبس أو ممن يحرم عليك راجل يتخذ حل النساء لإعارتهم ومرأة تتخذ حل الرجال لإعارتهم لا فار منها يقول مصنف ولا زكاة في حلي ذكر مصنف هنا شروطا ثلاثة لما لا تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة وهذه المسألة لعل يقف عندها قريلا في دليلها على غير المعتاد الاستدلال على أن الحلية لا زكاة فيه استدل أبو عبيد استدلال لطيف وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في الرقة حتى تبلغ عشرين فدل ذلك على أن الحلية لأن الرقة هو المضروب فدل ذلك على أن الحلية لا زكاة فيه وهذا لطيف وهذا يسمى مفهوم الصفة وبعضهم يجعلهم مفهوم لقب هذا الأمر الأول الأمر الثاني استدل أحمد بقول الصحابة فقال في أحد المساء قال فيه عن خمسة من الصحابة أن لا زكاة في الحلي ونقل عنه الأثرم أنه عن خمسة عشر صحابي أنه لا زكاة في الحلي إذن استدلال بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالنقل عن أصحاب رضوان الله عليهم الأمر الثالث أن القاعدة عند أهل العلم وهذه تأتي إن شاء الله في الدرس القادم بتوسع أن الذهب والفضة الأصل فيهما المبادلة والثمنية وتجعل أثمانا فإذا نقلت عن أصلها بأن جعلت استعمالا مباحا فإنه في هذه الحالة تخرج من الثمنية وتصبح من عروض التجارة وأما غيرها من الأشياء فالأصل فيها أنها قنية عفوا أنا قلت فإذا خرجت أن أصلها بالصناعة وبالاستعمال المقصود فإنها تنتقل لكونها عروض قنية فتنتقل إلى كونها عروض قنية أنا قلت عروض تجارة نعم تنتقل إلى كونها عروض قنية فلا زكاة فيها وأما غيرها من الأشياء فالأصل فيها أنها عروض قنية ولا تنتقل للتجارة إلا بشرط سيأتي في الدرس القادم إذا عرفت ذلك فإن الحلي أو الذهب فإن الذهب والفضة لا تجب فيه الزكاة بثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون حليا أو حليا وجهان صحيحا بمعنى أن يكون مصنوعا على صنعة لباس يلبس الشرط الثاني أن يكون مباحا ويخرج ذلك المحرم طبعا الأول يخرج التبر فإن التبر ووجها واحدا فيه الزكاة وقوله مباح يخرج لنا المحرم وسيأتي أمثلة للمحرم على الرجل والمرأة من ذهب وفضة واضحة الشرط الثالث قوله معد لاستعمال فمن شرط أن يجب أن يكون معدن لاستعمال وهي النية إذن فنقلنا الذهب والفضة عن أصلهما الذي تجب فيه الزكاة وهي المبادلة بأمرين بالنية وهي الإعداد للاستعمال أو الإعارة وبالعمل وهو الصناعة بأن سبك على شكل حلي فإذا وجد هذان القيدان وهو الصناعة المباحة والقيد الثاني النية والقصد بالإعداد للاستعمال أو الإعارة فإنه تسقط الزكاة يقول المصنف في شرح القيد الثالث معدن لاستعمال مباح أو إعارة لماذا قال إعارة؟ لأنه قد جاء عن عائشة أنها كانت تعير الحلية لبنات أخوانها قال ولو لم يعر ويلبس فالعبرة حينئذ بالإعداد لذلك وإن لم يفعل به ذلك حقيقة وعبر المصنف بقوله ولو إشارة للخلاف فقد نقل في الإنصاف رواية عن الإمام أحمد أنه تجب الزكاة في الحلي إذا لم يعر ولم يلبس وأما إذا كان معدن فإنه حينئذ ما لم يلبس فتجب فيه الزكاة وإن لبس بالفعل الحقيقي فتسقط الزكاة وأما معتمد المذهب فإنه لا يلزم لبسه وإنما يكون معدن ومقصودا لبسه ولو مرة عند وجود المناسبة يعلق على وجود المناسبة وقد لا توجد فبعض البيت يمر عليهم السنة والسنتين والثلاث لا تأتيهم مناسبة ليلبسوا فيه هذا الحلية ثم قال المصنف أو كان ممن يحرم عليه يعني تملكه رجل يحرم عليه لبسه كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن يعني يتملك هذا الحلية ليعيره ولم يتملكه ليلبسه إذ لو تملكه ليلبسه وجبت فيه الزكاة لأنه صار محرما ومجرد التملك مسموح تقدم معنا في باب الآنية أن الذهب والفضة يفرق بين الاستعمال وبين التحلي وبين القنية وفصلت هناك بتوسع قال وامرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم لأنه يحرم عليها لبسه لأنه من التشبه وإنما تتخذه لإعارته للرجال قال المصنف لا فار منها أي أن الشخص إذا تملك ذهبا وفضة مسبوكا على هيئة حلي ثم بعد ذلك أراد أن يعيره أو يلبسه لأجل الفرار من الزكاة فإنه في هذه الحالة لا تسقط الزكاة عنه فمن اتخذ الحلية واستعمله أو أعاره لأجل الفرار من الزكاة فإنها لا تسقط عنه الزكاة وتقدم معنا في الدرس الماضي والذي قبله القاعدة في النية وأن المذهب غلب الاحتياط في باب الحيل في هذه المسألة بعينها ومر معنا في المستغلات وإن كان الحل يتيم لا يلبسه فلوليه يعارته فإن فعل فلا زكاه وإلا ففيه الزكاة نصى هذه المسألة فيها المسألة الأولى قوله وإن كان الحل يتيم يعني يملكه يتيم ذكرا أو أنثى لا يلبسه فلوليه إعارته لوليه أن يقوم بإعارته فإذا أعاره فإنه في هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة لأنه يكون معدل الإعارة هذه الجملة فيها إشكالا إشكال الأول أن الفقه ومنهم المصنف ذكروا في كتاب العارية أن من شرط المعير أن يكون أهلا للتبرع والوليه ليس أهلا للتبرع وإنما هو أهل للتصرف فهذا يناقض ما هناك أشار لهذا الملحظ ابن مفلح رحمه الله تعالى وذكر احتمالا في الإجابة عن ذلك ذكر ثلاث احتمالات أقوى هذه الاحتمالات أنه يستثنى من التبرع في الإعارية هناك هذه الصورة فنقول يجوز للولي وإن لم يكن أهلا للتبرع أن يتبرع بإعارة حلي اليتيم أي من كان دون البلوغ اليتيم هنا بمعنى من كان دون البلوغ ولو كان أبوه وأمه أحياء فله أن يعير حليهم لأجل أن لا تجب الزكاة فيه فيكون استثناء من القاعدة الكلية في باب العارية وهذا الأمر الأول والإجابة عنه احتمال أورده من المفلح الأمر الثاني أنه سبق معنا في الجملة السابقة أنه قال من أعار حليا لأجل أن يكون فارا من الزكاة وجبت عليه الزكاة وهنا ظاهر سياقهم أنه إن كان الحلي ليتيم لا يلبسه فلوليه إعارته فظاهر العبارة أنه يكون من فار والولي أبد كان أما أو غيره فار من الزكاة ذكر ابن العماد الشيخ عبد الحي لما ذكر هذه الجملة قال ظاهر كلامهم أن الولي ولو كان فارا من وجوب الزكاة فتصح عاريته ولا تجب الزكاة فحينئذ تكون هذه الجملة فيها استثناء الاستثناء من العارية في أهلية التبرع والاستثناء من وجوب الزكاة على من أعار فرارا من وجوب الزكاة فتكون فيها استثناء وذكرت لكم من ذكر المسألتين ثم قال المصنف فإن فعل أي فإن فعل يعني الولي ذلك فلا زكاة فلا زكاة على اليتيم ولا يخرجها قال وإلا أي وإن لم يعره وإن لم يعره ففيه الزكاة نصاً أي نص على ذلك الإمام أحمد كذا نقاله ابن المفلح وذكر مرعي اتجاها فقال ويتجه أنه لا يجب الزكاة في حل اليتيم وإن لم يعره الولي قال يواتجه لا أي لا يجب الزكاة في حل اليتيم وإن لم يعره الولي بل حيث كان معدل للاستعمال فلا زكاة فيه ولو لم يستعمل فإن الولي يعده الاستعمال إذا كبر الصبي أو يلبسه الصبي إذا جاءت مناسبة فيكون مناسباً له فحينئذ لا تجب فيه الزكاة مدام يكون معدل الاستعمال بأن يكون صالحاً للاستعمال ووفقه على اتجاهه عبد الحي فقال وهو متجه أي كلام مر الحقيقة أن هذا ليس على إطلاقه لأن من الحلي ما لا يلبس مثل أن يكون الحلي لليتيم ذكر وهو لا يلبس الحلية الذهب وهكذا وذلك ربما يعني بعض القيود كلام مرعي ليقال بأن كلامهم اتجه من كل وجه نعم فأما الحلي المحرم كطوق الرجل طيب قبل أن نبدأ هذه الجملة الطويلة جداً ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى الشروط التي يتخلف فيها وجوب الزكاة فأول فأول الشروط في التخلف الزكاة تخلف شرط الإباحة بأن يكون محرماً والمصنف كما هي عادة الفقهاء يأتون بجمل اعتراضية يقول المصنف أما الحلي المحرم جوابه أين جوابه بعد سبعة أسطر ففيه الزكاة إذن الحلي المحرم فيه الزكاة طيب هنا ذكر المصنف المحرم وسكت مفهومه أن المكروه لا يدخل في الحكم لأن من الأصولين من يقول إن المكروه من صور المضاحة ولكن ذكر الشيخ تقييدين أن المكروه يكون كالمحرم فيتكون فيه الزكاة وسيأتي أمثلة للمكروه إن شاء الله بعد قليل بدأ المصنف في ذكر بعض أمثلة الحلي المحرم نذكر أمثلتها نعم كطوق الرجل نعم طوق الرجل يلبسه الرجل طوقا على عنقه لا يجوز ذلك وسواره وسواره يعني يلبس سوارة من ذهب أو فضة لا يجوز لا يجوز الرجل أن يلبس سوارا من ذهب أو فضة على المذهب وكذلك الطوق يجعله على عنقه سواء من الذهب أو الفضة لا يجوز مطلقا ولو لم يكن فيه تشبه والذهب وأما خاتم الفضل فسيأتي جوازه وحلية مراكب الحيوان نعم ولباس الخيل كاللجام والسروج وقلائد الكلاب نعم قلائد التي تربط بها الكلاب وحلية الركاب والمرآة والمشطي المرآة التي ينظر فيها بعض الناس يحليها بذهب أو فضة لا يجوز ولو كانت المرآة لمرآة لأنها لا يستقع لها أنها حلية وإنما هي استخدام ومر معنى أن الاستخدام أو الاستعمال محرم مطلقا على الرجل والمرآة والمشطي والمكحلة والميل المشط معروف والمكحلة والميل الفرق بينهما أن المكحلة هي التي يجعل فيها الكحل والميل هو الذي يجعل في وسطها مكحلة بالضم والميل في وسطها المذهب أن الميل ممنوع مطلقا ومن أهل العلم قال أن الميل إذا كان أصلح للعين بأن يكون من فضة أو ذهب جاز وهذا للذهب ليهب المعالي ابن المنجأ وقد ذكرت هذا الخلافي أنه سيأتي من الذي يجوز وأن هذا ملحق بالقياس والمسراجة والمروحة المسراجة في السراج والمروحة التروح والمشربة والمدهنة يجعل فيها الدهن والمشربة يجعل فيها الشراب والمصعط يجعل فيها السعوط الذي يجعل في الأنف والمجمرة المبخرة ما يجوز من فضة ولا من ذهب ففيها الزكاة كل سنة من جعل مبخرة من ذهب أو فضة فيها الزكاة والقمديل والآنية والملعقة نعم كل هذه فيها زكاة في كل سنة إذا كانت ذهبا أو في الظهر لأنها محرمة وحلية كتب العلم نعم قول المصنف وحلية كتب العلم عبر المصنف بأن حلية كتب العلم هي المحرمة بينما بعض أهل العلم كالعسكري شيخ شيخ المصنف قال وحلية المصحف وذلك أن تحلية المصحف فيه وجهان عند المتأخرين هل تحلية محرمة أم أنها مكروهة وذهب كثير من المتأخرين إلى أن تحلية المصحف مكروهة فائدة معرفة ذلك أننا حيث قلنا قبل قليل أن المكروهة تكون تحلية محرمة ففيه الزكاة فحينئذ كتب العلم والمصحف كلاهما فيه الزكاة لمن حل مصحفا أو تملك مصحفا محلا بذهب أو فضة والداوة والمقلمة والدوات هي التي يجعل فيها الحبر والمقلمة هي القلم الذي يكتب به إذن هذه أمثلة كل هذه أمثلة للحلية المحرمة جواب الشرط ففيها الزكاة الأمر الثاني وهو تخلف الشرط الثاني وهو تخلف عدم كونها معدة للاستعمال أو الكراء أو الإعارة فذكر صورا لعدم الاستعمال أو الإعارة أولها وما أعد لكراء كحلي المواشط نصا نعم يقول مصنف وما أعد الكراء ما كان من باب الذهب والفضة هو معد الكراء والتأجير فإن فيه الزكاة لأنه يعود لأصله حينئذ قال كحلي المواشط التي تمشط النساء قد تقوم بتأجير حل لها لثلبسة بالأجرة والآن توجد محلات ذهب خاصة بالتأجير فنقول هؤلاء الذين يقومون بتأجير الذهب والفضة فإن فيه في عين الذهب والفضة زكاة وفي أجرته كذلك وأما سائر العروض فإن تأجيرها لا يوجب الزكاة فيها وتقدم في المستغلات حل له لبسه أو لا نعم حتى لو كان يؤجر لنساء فإنه فيه الزكاة أو أعد لتجارة كحلي الصيارف نعم الصورة الثانية من تخلف شرط الاستعمال أو الإعارة أن يكون الذهب والفضة معد لتجارة لأجل البيع ومثل لذلك قال كحلي الصيارف فكل من كان من الصيارف عنده ذهب أو فضة ففيه الزكاة ومثل ذلك الرجل أو المرأة الذي عنده ذهب وفضة وأراد بيعه ولم يرد استعماله فإنه في هذه الحالة يصبح معدل للتجارة فتجب فيه الزكاة بمجرد النية بمجرد النية لأن النية ترجع الحكم لأصله والنية وحدها لا تنقل عن الأصل إلا بموافقة عمل هذا دائما نكرر لكم هذه القاعدة أو يجعلها قنية يقول إذا ارتفع سعره يعني أقتني أو أو الدخار للطور زمان يقول عند الحاجة أبيعه أو نفقة إذا احتاج الدخار كان عندي تعليق لكن لعلي أؤجله للدرس القادم أو نفقة إذا احتاج إليه مثل ذلك أو يجعله عنده لوقت الحاجة أو لم يقصد به شيئا أو لا نية له وحيث لا نية وكل شيء لا نية فيه نأخذ له حكم الأصل والأصل في الذهب والفضة أنها للمبادلة فتكون حين ذي فيها الزكاة ففيه الزكاة نعم ففيه كل ما سبق الزكاة إذا كان قد بلغ النصاب وزنا ولا زكاة في الجوهر واللؤلؤ وإن كثرت قيمته أو كان في حل إلا أن يكون لتجارة فيقوم جميعه تابعا لنقد نعم قول مصنف ولا زكاة في جوهر ولؤلؤ وإن كثرت قيمته هذا مكرر وسبق معنا في باب زكاة المعادل لكن إراده هنا مهم للتفريع الذي سيريده المصنف وهو تفريع دقيق قال إلا أن يكون لتجارة هذا واضح فإن الجوهر واللؤلؤ يزكى زكاة عروض التجارة وسيأتينا في الدرس القادم قال فيقوم جميعه تابعا لنقد أي فيقدم فيقوم الجوهر واللؤلؤ مع الذهب والفضة إن كان مختلط في الحلي مختلطا به بأن كان مجملا بجوهر ولؤلؤ فيقوم معه لما فيهما من النقد حينئذ وبناء على ذلك فنقول من كان عنده ذهب وفي هذا الذهب وهو حلي من كان عنده حلي ذهب أو فضة وفيه جواهر كريمة فنقول له حالتان أو ثلاث حالات الحالة الأولى إن كان الذهب وهو الحلي أو الفضة لا زكاة في بأن كان معدل الاستعمال أو الإعارة فلا زكاة في الذهب ولا زكاة في الجوهر الذي معه الحالة الثانية أن يكون معدل للتجارة فحينئذ نقول لا زكاة فالزكاة فيهما معا في الذهب والفضة وفي الجوهر الذي جمل به الحالة الثالثة أن يكون معدل لإعارة أو معدل لقنية أو الصور المتقدمة التي تخلف فيها الشروط أو كان الذهب محرما على الرجل فلبس خاتما من ذهب محلا بجوهر كريم فنقول في هذه الحالة الثالثة تجب الزكاة في الذهب أو الفضة المحرمة أو المعدة للإعارة دون الجوهر إذن عندنا ثلاث إما يجب فيهما معا أو في الذهب والفضة وحده أو في الجوهر أو لا يجب فيهما معا والفلوس كعروض التجارة فيها زكاة القيمة نعم قوله فيها زكاة القيمة فلا ينظر للوزن وإنما ينظر للقيمة وبناء على ذلك فإنه لا يجزئ إخراج زكاتها منها لأنها عروض تجارة وعروض التجارة لا يجزئ إخراجها منها ولو قيل بهذا الأمر في النقد لأنه قد يتبنى بعض الناس فيقول إن أن النقد الأوراق المالية هي عروض تجارة لكن لا يجب الزكاة وقد وقفت على بحث لأحد المغاربة في هذا الموضوع فنقول حينئذ يلزمك على غير قول أصحاب الإمام مالك أن لا تخرج النقد الذي بيدك إذا كان معدل للتجارة إلا من الذهب والفضة وهذا فيه مشقة ليست بالسهلة قال المجد وإن كانت للنفقة فلا أي فلا زكاة فيها وهذا الذي نقله عن المجد جزم به مرعي في الغاية والاعتبار في نصاب الكل بوزنه إلا المباحة المعدة للتجارة ولو نقدا فالاعتبار بقيمته نصا فيقوم النقد بنقد آخر إن كان أحظ للفقراء أو نقص عن نصاب لأنه عرض نعم بدأ يتكلم المصنف هنا عن الاعتبار في النصاب فقال إن الاعتبار في النصاب بالوزن بينما في الإخراج ينظر في كثير من الحالات إلى القيمة الفرق بين النصاب وبين الإخراج أن النصاب ما نقص عنه فلا زكاة وما بلغه وما زات فيه الزكاة بينما في الإخراج فإن الإخراج فرع عن النصاب وسيأتي كيف أن الإخراج يكون بالقيمة قال المصنف الاعتبار في نصاب أي إذا نقص عنه فلا زكى والاعتبار في نصاب الكل قال الكل أي سواء كان الذهب الفضلة مباحا أو كان محرما بوزنه العبرة بالوزن ولو كانت قيمته أكثر من وزنه قال إلا هذا استثناء المباحة المعدة للتجارة قوله المباح معناه المباح الصنعة لأن هناك صنعة محرمة مثل صنعة الصنعم وغيره المعد للتجارة فإنه إذا كان مباح الصنعة كما عبر صاحب الإنصاف من تبعه وكذلك كان معدل للتجارة فإن العبرة في نصابه بالقيمة لا بوزنه لأنه حينئذ يكون عرض تجارة فلو أن شخصا صنع حليا بطريقة معينة وكان ذلك الحلي أقل من النصاب لكنه بالصنعة زادت قيمته فكانت قيمته إذا قدر بالفضة أو قدر بالريالات سيبلغ النصاب فحينئذ نقول فيه الزكاة وإن كان وزنه لا تجب فيه الزكاة إذن نحن نتكلم الآن عن النصاب قال إلا المباح الصنعة المعد التجارة بهذين القيدين فالاعتبار بقيمته حيث بلغت قيمته نصابا ففيه الزكاة قال المصنف ولو نقدا عبارة ولو نقدا هذه قد يكون فيها إشكال ملخص لضيق الوقت أي ولو كان المباح المعد للتجارة نقدا سواء كان المباح حليا أو كان غير حلي كيف يكون المعد التجارة نقدا؟ قد يجعل النقد وهي الدراهم أو الدنانير وفي وقت تسمى الجنيهات على شكل حلي هناك أساور يلبسها النساء ما أدري موجودة الآن ترك أو تركت على شكل جنيهات ذهب سموها الجنيهات الجنيه السعودي أو تجعل عقدا سمر شارج الذهب القديم كانت جنيهات كانكم تذكرون هذه نقد إذا كان النقد رائجا قال أهل العلم لو كانت النقد جعلة على هيئة مصنوع لأجل التجارة فإنه في هذه الحالة الاعتبار بقيمته لا بوزنه وقول المصنف نصا أي نص عليه الإمام أحمد هكذا عبر المصنف لكن ذكر في الإنصاف أن بعض أصحاب الإمام أحمد قال هذا ظاهر نقل إبراهيم بن حارث والأثرم وهناك فرق بين الظاهر وبين النص قال المصنف فيقوم النقد بنقد آخر يعني يقوم النقد الذي أعد للتجارة بأن صنع مثلا بالنقد الآخر فالجنيهات التي جعلت كقلادة أو جعلت كأسورة للنساء لا نقومها في النصاب بالذهب وإنما نقومها بالفضة وفي وقتنا نقومها بالريالات بأقلهما لأن الريالات الآن تقدر بأقل النصابين فتقدروا بالفضة ثم بعد ذلك نقول إن كان قد جعل إسورة قيمتها تعادل مئتي درها من الفضة ففيها الزكاة فدل على أنها نقصت كثير جدا لأنها أعدها للتجارة فأصبحت عروضة تجارة ولو كان هيئتها هيئة النقد ولو كانت حينئذن هيئة هيئة النقد قول مصنف يقوم النقد بنقد آخر هذه طريقة في التقويم ومعرفة النصاب وهي مستثنى من السورة الكلية وهذا على سبيل الوجوه كما صرح به الخلوة قال إن كان أحضر الفقر أو نقص عن النصاب أي المصنوع نقص عن النصاب لأنه حينئذن يكون عرض تجارة وإن انكسر الحلي وأمكن لبسه كان شقاقه ونحوه فهو كالصحيح وإن لم يمكن لبسه فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة ونوى إصلاحه فلا زكاة فيه وإن نوى كسره أو لم ينوي شيئا ففيه الزكاة وإن احتاج إلى تجديد صنعة زكاة هذه مسألة في الحلي المنكسر متى تجب فيه الزكاة ومتى لا تجب المصنف قسمها إلى حالتين وفصل في الحالة الثانية وذكر لها ثلاث صور قال المصنف وإذا انكسر الحلي أو الحلي أمر سهل وإذا انكسر الحلي الحالة الأولى أمكن لبسه بأن يكون انكسر جزء منه لكن يمكن أن يلبس مثل أن يكون العقد انكسر طرفه منه لكن يمكن أن يلبس مع انكساره بأن يخفى الجانب المنكسر قال كن شقاقه بأن يكون فيه انشق يسير فهو كالصحيح فإنه في هذه الحالة تجب فيه الزكاة ولا تسقط الزكاة فيه إلا في حالة واحدة ألا ينوي مالك ذلك الحلي ترك لبسه لأجل انشقاق فيكون سقوط الزكاة لا لأجل انكسار وإنما سقوط الزكاة لفوات الشرط وهو أنه يكون معدن لاستعمال أو العارية الصورة الثانية وإن لم يمكن لبسه فلا يمكن لبس الخاتم لأنه قد انكسر ولا يمكن لبس الأسورة أو العقد لأنه منكسر إذا لم يمكن لبسه ذكر المصنف لها ثلاث صور وهذا التقسيم الذي ذكره المصنف تبع فيه صاحب الكافي بينما خالفه صاحب المنتهى ومرعي وابن سلطان وغيرهم فأخذوا بقول سأورده خلاف بعد أن أذكر قول المصنف المصنف ذكر له ثلاث حالات الحالة الأولى إذا كان الحليو المنكسر لا يحتاج في إصلاحه إلى سبك وتجديد وفي نفس الوقت يكون قد نوى إصلاحه هو ينوي إصلاحه ولا يحتاج إلى سبك وإنما يحتاج إلى لحام مثلا أو إلى قطعة مثل أن يكون على سبيل المثال الحلي انقطع الشنكار الذي يربط فيه فيحتاج إلى تغيير هذا الشيء فنقول حينئذ وقد نوى مالك ذلك الحلي إصلاحه فلا زكاة فيه هذه الحالة الأولى الحالة الثانية إن لم ينوي إصلاحه وإنما نوى كسره لا يحتاج إلى سبك لكن نوى كسره لا يحتاج إلى سبك وتجديد صنعه لكنه نوى كسره أو لم ينوي شيئا امرأة عندها حلي منكسر قالت ما عندنيه هل ستصلحينه؟ قالت لا لا نية لي فنقول فيه الزكاة لأنه يرجع لأصله ففيه الزكاة الحالة الثالثة قال وإن احتاج إلى تجديد صنعة زكاة إذن ثلاث حالات أوجزها بسرعة الحالة الأولى إذا كان يحتاج إلى سبك ففيه الزكاة مطلقا وهي الثالثة الحالة الثانية ألا يحتاج إلى سبك ومالكه نوى إصلاحه فلا زكاة فيه لأن العبرة بالإعداد للاستعمال لا لاستعمال حقيقة الصورة الثالثة أن لا يحتاج إلى سبك ولم ينوي إصلاحه إما لا نية له أو نوى كسره وإعادة سبكه ففي هذه الحالة نقول فيه الزكاة هذا رأي المصنف وقد تبع فيه الكافي وسبقهم إلى ذلك القاضي وهو أيضا قول المجد هناك قول آخر في هذه المسألة وهو ما ذكره صاحب المنتهى وتبعه عليه مرعي في الغاية وبن سلطان في المجموع وهو أن الكسر يمنع الاستعمال إذا لم يمكن لبسه ولو نوى إصلاحه يعني الصورة التي قال إنه إذا نوى الإصلاح لا زكاة فيها صاحب المنتهى يقول ولو كان قد نوى الإصلاح ففيه الزكاة كذلك أنا أقول توقب لا يس فيه زكاة بل فيه الزكاة نعم أن الكسر يمنع الاستعمال مطلقا فيكون حين إذن فيه الزكاة مطلقا ولو نوى إصلاحه فتصبح الحالات الثلاث كلها فيها الزكاة هذا رأي المنتهى والغاية والمجموع لبن سلطان نعم والاعتبار في الإخراج من الحلي المحرم بوزنه نعم تقدم معنا أن الاعتبار في النصاب في الحلي المباح والمحرم بالوزن وأما في الإخراج ما الذي يخرج فقال أولا إن كان الحلي محرما فإنه العبرة بوزنه لأن الصنعة لا قيمة لها مثال الحلي المحرم المصنوع على هيئة محرمة كصورة وغيرها فإن العبرة بوزنه لأن الصنعة ملغاة شرعا فقد مالية الصنعة وإن كان للتجارة أو كان مباحث أو كان مباحث صناعتي ووجبت زكاته لعدم استعمال أو إعارة ونحوه فالاعتبار في الإخراج بقيمته نعم هذه الحالة الثانية وهي في الذهب الآخر الذي غير ذلك فالإخراج يكون بالقيمة الذي تجب فيه القيمة في الإخراج أولها ما كان الحلي للتجارة إذا كان الحلي للتجارة ففيه الزكاة وعبر مصنف إذا كان للتجارة يشمل الحلية المصنوعة المباح وذكر بعض المتأخرين ولو كان المعدل للتجارة محرما فمن أراد أن يبيع صورا محرمة أو ذهبا محرما فحيث أنه سيربح فالعبرة بالقيمة حينئث قال أو كان مباحث صنعة ووجبت زكاته لعدم استعماله أي لعدم نية استعماله فهنا تعبير مصنف لعدم الاستعمال غير دقيق والأولى أن يعبر بقوله لعدم نية الاستعمال قال أو إعارته أو نية عدم إعارته لأنه تقدم معنا أنه معتمد المذهب أنه تجب الزكاة إلا أنه لا تجب الزكاة في المعدل لاستعمال مباح أو إعارة ولو لم يعر أو يلبس قال فالاعتبار في الإخراج بالقيمة وليس بالوزن فقط لأن القيمة أكثر من الوزن فإن أخرج منه مشاعا أو مثله وزن مما تقابل جودته زيادة الصنعة جاز قوله فإن أخرج منه الضمير في قوله منه أي من الحلي الذي يجب الإخراج من قيمته لا من وزنه وهو ما عدى الحلي المحرم فإنه يجب إخراجه منه من قيمته قوله مشاعا بأن أخرج مثلا ربع العشر من الموجود عنده خمسة قطع أو مئة قطعة فأخرج منها يعني سنتين ونصف مثلا قال أو مثله وزنا مما تقابل جودته أي جودة المخرج زيادة الصنعة في الحلي المصنوع الذي وجبت الزكاة في قيمته فإنه يجوز أي كسر الحلي المصنوع الذي وجبت الزكاة في قيمته لم يجوز لم يجوز ذلك لأن لأن كسره ينقص قيمته نعم وهو من باب إضاعة للمال بلا فائدة نعم ويباح للذكر من الفضة نعم هذا استراد نصنف بيان ما الذي يباح ما الذي يحرم من الحلي للرجل والمرأة ليبين لنا أن ما لم يذكر هنا من المباحات فإنه تجب فيه الزكاة ولو لبسه الرجل بدأ أولا بالحلي المباح للرجل فقال ويباح للذكر من الفضة خاتم نعم قول المصنف ويباح للذكر من الفضة خاتم مشهور المذهب أن الأصل أن الذهب والفضة محرمان على الرجل التحلي بهما ولا يجوز للرجل أن يتحلى إلا بما ورد النص به ولم يرد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه إلا التحلي بالفضة وما سيأتي بعد قريب وغير ما لم يرد به النص فلا يلحق به هذا مشهور المذهب فلا يصح عندهم أن يتحلى بأسورة ولا أن يتحلى بساعة من فضة ولا بغير ذلك من صور التحلي غير الخاتم مطلقا إذن هذا الأمر الأول فيما يتعلق بالمذهب إلا أن يرد به النص خالف لهذه المسألة الشيخ تقيدين فقال إنه هو طبعا الشيخ تقيدين وكذلك تلميذه ابن مفلح قال لم يجدوا دليلا يدل على قول الفقهاء الحنابلة وإنما ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للرجل التحلي به فدل على أن ما جرت العادة أن يتحلى به الرجل فيكون حلية وهنا مسألة ذكرتها هناك باب الآن لكن أشير لها أن ضابط ما يسمى حلية وما ليس بحلية يختلف باختلاف الأعراف فعلى سبيل المثال حيث قلنا أن النظارة هل تعد استعمالاً أم حلية فإن اعتبرتها استعمال فيحرم على الرجل والمرأة النظارة من الذهب والفضة وإن قلت إنها حلية فيجوز للمرأة نظارة من الذهب والفضة والرجل على مشهور المذهب يحرم عليه نظارة من الذهب والفضة واختيار الشيخ تقيدين وتلميذهب مفلح أنه يجوز للرجل أن الضارة من الفضة إن اعتبرتها حلية ولم تعتبرها استعمالا فيبقى هنا عندنا مسألة المناط وتحقيقه وتنزيل الصور أهو حلية أم ليس بحلية ثم تنزل الخلاف المسألة إذن عرفنا قضية خاتم الفضة قول المصنف خاتم هذا مفرد لا يلزم خاتم المفرد دفظا ولا يلزم منه الواحد بل إن المفرد أحيانا قد يراد به الجنس وسيأتينا في كلام مصنف أنه لا مانع من لبس خاتمين للرجل إن جرى العرف بذلك نعم طبعا صدر الآن في أحكام الخاتم ومن أحسن من كتب في أحكام الخواتم هو ابن رجب بلا منازع له كتاب من أجمل الكتب جمع فيه كلام أهل العلم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحديث فيه وكلام أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم وهو من أنفس الكتب التي كتبت وكثير من أهل العلم أفرد كتبا مثل بيها قيله كتاب الجامع في أحكام الخواتم وغيره لكن كتاب الرجب غطى على كل الكتب التي قبله ولا أعلم أن كتابا جاء بعده مثله وإن كتب المعاصرون في أحكام الخواتم قال رحمه الله ولبسه في خنصر يسار أفضل هذا اللعلي عامة المحدثين أن اللبس إنما يكون في اليسار لا في اليمين وحكموا على الحديثة وردت أنه لبس عليه الصلاة والسلام الخاتم في اليمين أنه بالنكار ويجعل فصه مما يلي كفه يعني قوله ويجعل فصه طبعا قوله ولبسه في خنصر هذا يدل على مسألة وهو أن لبس الخاتم مباح لكن إذا لبسه فالمستحب أن يجعله في إصبعه الخنصر الخنصر هذا وأن يكون في يده اليسرى لليمنا إذن ابتداء اللبس مباح وليس سنة لبس الخواتم المعتمد عند فقهائنا وهو ظاهر السنة أنه مباح وليس بسنة لكن من لبسه فالسنة له أن يجعله في الخنصر وأن يجعله في يده اليسرى لليمنا إذن هذه سنة إضافية وتبعية وليست سنة ابتداء عرفنا السنة الأولى هو أن يجعله في الخنصر الثاني أن يجعله في يده اليسرى السنة الثالثة قال ويجعل فصه مما يلي كفه أي ندبا واستحبابا كما عبر مصنف في حاشيته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا بأس بجعله مثقالا أو أكثر نعم قول مصنف ولا بأس بجعله مثقالا عرفنا أن المثقال يعادل تقريبا أربع ونصف أربع وربع تقريبا أربع وربع تقريبا وأربع ونصف في غير الذهب غير الذهب يكون أربع ونصف كما ذكرت لكم وهو الرجل لا يلبسه إلا فضة فحينئذ يجب أن يكون أربع جرامات ونصف قول مصنف ولا بأس بمثقالا أو أكثر روي فيه خبر أن الخاتم يمنع أو يكره أن يكون أكثر من ذلك المذهب أن الأفضل أن يكون الخاتم أقل من مثقال كما صرح به مرعي مرعي جزا بذلك أنه يسن أن يكون أقل من مثقال فإن بلغ مثقالا أو أكثر جاز ذكر بالرجب أن قياس من منع من أصحاب أحمد النساء بلبس ما زاد عن ألف مثقال كما سيأتي أنه يمنع من لبس الرجل الخاتم إذا زاد عن مثقال قال بل هو أولى لورود النص به ولكن المشهور عنده متأخرين أنه ليس مكروها وإنما مباح لكنه خلاف الأولى وإنما الأولى أن ينقص عن مثقال فلا يكون الخاتم وزنه أربع جرامات ونصف بل يكون أقل من ذلك ونحن قدرنا بالنصف لأنه قلنا المثقال في غير الذهب تقريبا أربع ونصف ما لم يخرج عن العادة نعم ما لم يخرج عن العادة هذا قيد مهم سيتكرر معنا بإذن الله عز وجل وجعل فصه منه أو من غيره ولو من ذهب نعم يجوز أن يجعل فصه منه ويجوز أن يجعل فصه من غيره أي من غيره بيجعل حجرا أو غيره قال المصنف ولو ولو من ذهب إن كان يسيرا طيب هذه المسألة الحقيقة أن المصنف جزم بأنه يجوز أن يكون الفص من ذهب إن كان الذهب يسيرا إن كان الذهب يسيرا هذا الكلام الذي ذكره المصنف معناه أن الفص إذا كان يسيرا من ذهب فإنه يبح وهذا القول الذي ذكره المصنف جزم به الشيخ تقي الدين وإليه مالب الرجل في كتابه أحكام الخواتم وقال صاحب الإنصاف إنه الصواب وأن هذا القول هو المذهب على مصطرح نعريه وممن جزم به من المتأخرين مرعي وبن قايد في حاشيته على المنتهى وهناك في المسألة وجه آخر في المذهب أنه لا يجوز جعل الفص من ذهب ولو كان يسيرا للرجل وهو الذي جزم به صاحب المنتهى في شرحه أي شرح المنتهى إذن فيها وجهان وقد أطلق هذه الموجهين مصنف في حاشيته على التنقية إذا عرفت ذلك وأن ما مشى عليه صاحب الإنصاف هو جوازه فإن من شرطه أن يكون الذهب يسيرا لأنه قد جاء عن بعض الصحابة ذلك وذلك أن الخاتم ربما يكون من جهة الفص يؤذي إصبع الرجل فيجعلون أطرافه لحاما وما يمسك به الفص من ذهب الذي يعرف الخواتم وخاصة الصنع القديم ليست الحديث الآن أدق تختلف بعض الجوهر أو الحجر الذي يجعل الخاتم إذا لم يكن من الذهب الذي يمسكه فإنه يسقط فجاء عن بعض الصحابة والتابعين أنه يجوز أن يكون ما يمسكه وهو ما يمسك به الفص ويسمى فصا من ذهب إن كان يسيرا فالقيد أن يكون يسير إذا عرفت أن الخاتم استحب أن يكون أربع جرامات فاليسير ربما لا يصل إلى أقل من عشر جرام واحد فيكون غير ظاهر فالمقصود منه أنه يسير ولحاجة وهذا هو مرادهم نعرفه بالآثار التي وردت عن الصحابة أطلت فيها بعض الشيء لأني وجدت أن بعض الناس ربما يأخذوا الكلام على إطلاقه وينقل عن بعض السلف جواز لبس خاتم الذهب للرجل وليس هذا كذلك وإنما ما جاء عن السلف هو مذهب أحمد أنه يجوز جعل فص الخاتم أو جزء منه ليس كامل الفص من ذهب إن كان يسيرا إذ لو كان الفص كله لكان كثيرا ليس يسيرا إذ الفص كما تعلمون هو أكثر الخاتم وليس أقل فهم يقصدون أن يجعل في فصه من الذهب لاستمساك حجر أو لكي لا يؤذي اليد في حال العرق والماء وغيرها قال رحمه الله ويكره لبسه في سبابة ووسطى نعم لورود أثر في ذلك عند أهل السنان أن يكره في السبابة وفي الوسطى وظاهره لا يكره في الإبهام والبنصر نعم وظاهر كلامهم لأنهم سكتوا عن الباقي وهذا كلام بمفلح لا يكره في الإبهام ولا يكره أيضا في البنصر وإنما يكون مباحا إذن التختم ثالث درجات لمن لبس الخاتم ولا فرق بين الرجل والمرأة في ظاهر كلامهم وإن كان في رواية المذهب التفريق من لبس خاتم من رجل وامرأة فمستحب أن يلبسه في الخنصر ويكره أن يلبسه في السبابة أو يلبسه في الوسطى وليس محرما الأمر الثالث يباح أن يلبسه في البنصر وفي الإبهام إذن فالأصابع بعضها مكروه وبعضها مباح وبعضها مسنون نعم ويكره أن يكتب عليه ذكر الله من قرآن أو غيره نعم يكره لأن هذا قد يؤدي لامتهانه ويحرم أن ينقش عليه صورة حيوان ويحرم لبسه وهي عليه قوله ويحرم أن ينقش عليه أو ينقش عليه صورة حيوان هنا النسخة التي بين إيدينا يحرم وهي التي شرحها صاحب الكشاف لكن ذكر الخلوة في حاشيته أن النسخة التي بين يديه ويكره ثم استشكل ذلك فقال إنه مخالف لما ذكره المصنف في أول باب أنه يحرم الصورة ثم صوب نسخة شيخه من صور وهي التي بين أيدينا أنه يحرم قال ويحرم أن ينقش عليها أو ينقش عليها صورة حيوان ويحرم لبس الخاتم وهي أي الصورة عليه بل لا بد من تمسها ويباح التختم بالعقيق نعم قوله ويباح التختم بالعقيق هذا الذي جزم به المصنف قال بالرجب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وخالف في ذلك صاحب المنتهى والغاية فقالوا إنه يستحب التختم بالعقيق لأن هناك خبر الرؤية في ذلك لكنه في غاية الضعف والوهاء فلا يصح إثبات السنية بمثل هذا الحديث فالصواب أن العقيق ليس مستحبا وإنما هو مباح والأحدث التي فيه لا تثبت وقد أطال بن جوزي في تضعيفها ويكره لراجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص وكذا دملوج لأنه جاء أن هذا حلية أهل النار الحديد ومثلهما بعده الدملوج هو ما يجعل على العضد الذراع فوقه العضد فبعض الناس قد يجعل على عضده حديدة يربط عليها ربما كان لباسا لبعض الرجال في زمان معين أو النساء وهذا مكروه أن يكون من حديد وصفر ونحاس ورصاص ويباح له من الفضة يباح له أي للرجل من الفضة نعم القبيعة هي لنسمحنا خشم السيف وليس تكون مقبض وإنما خشمها الأسفل وهو ما يجعل على طرف مقبض السيف وحلية منطقة منطقة ما يشد بها الوسط الجوشن هو الدرع وبيضة وهي الخوذة نعم الخوذة التي جعل في الحرب وخف ورأن نعم قوله وخف وران جعل هنا حرف الواو يدلنا على أن الخف يختلف عن الران والمعنى وحلية خف بأن يحلى خف بفضله جوز للرجل وأن يحلى الران وتفسير الران هو وهو شيء وهو شيء يلبس تحت الخف نعم قال هو شيء يلبس تحت الخف ابن أبي الفاتح في كتابه المطلع يقول لم أره لا أعرفه هو لباس كان يلبسونه في أزمنة أو في بلدان يقول أنا لا أعرفه ونحن الآن لا نعرفه أنا لا أعرف ما هو الران يقول هو شيء قصير لا يصل إلى القدم يلبس تحت الخف نعم وحمائل حمائل هو حمائل السيف وهي الحلق التي تكون فيه ونحو ذلك طيب قول مصنف ونحو ذلك هذه جملة مهمة جدا قوله ونحو ذلك يدلنا على أن هذه الأمور السابقة يقاس عليها غيرها مما هو في معناها وبناء على ذلك فإنما سيأتي مما ذكره المصنف كالمغفر والنعل وغيره ورأس الرحم أو رأس الرمح وشعيرة السكين وغيرها هي من باب المقيس وهذا هو الأظهر كما جزم به جماعة منهم بمفلح ومنهم منصور لحاشية علمونتا وغيرهم أن ما يباح للرجل من الحلية المتقدمة يقاس عليها ما يشبهها وذكر المصنف بعضها وقد ذكر المصنف أمورا مما يقاس لم يرد بهالنص كالمغفر وهو الذي يجعل على الرأس نعم والنعلي يقاس على الخوف كالمغفر والنعلي ورأس الرمح وشعيرة السكين نعم وشعيرة السكين رأس السكين تجعل من فضة لكي تكون أقوى ولا تنكسر تضرب نعم والتركاش طبعا هذا الكلام أخذه من كلام الشيخ تقي الدين كما في الاختيارات وقد ذكر الشيخ تقي الدين في رسالته في ألبسة النبي صلى الله عليه وسلم أن التركاش هي الكنانة التي توضع فيها النشاب فيكون من فضة أقوى لها والكلاليب والكلاليب بسير نعم قوله والكلاليب الكلاليب هي الشناكير الشنكار نسميه الشنكار واضح الشنكار الكلاليب هنا النسخة التي بين أيدينا وكلاليب بسير يعني السير هو الحزام فيجعل فيها كلاليب تربطها وتمسكها فالمصنف نقل عنه وجزم بما ذكرها الشيخ تقي الدين أن الكلاليب التي تجعل في السير تجوز ومثلها أيضاً الكلاليب التي تكون في العمامة قد تثبت العمامة بالشنكار أو باب أو تسميه ما شئت يعني شيء يسير قد يكون من فضة ليمسكه فهنا قوله كلاليب بسير وكذا في عمامة وغيرها لربطه لكن الحقيقة عندما نرجع أيضاً هذا محتمل ومقبول لكن في احتمال آخر فإن عبارة الشيخ تقي الدين فيما نقلها ابن اللحام وفي صاحب المبدع وغيرهم أنه عبر والكلاليب لأنه يسير تابع فجعل بدل كلمة بسير لأنه يسير فجعلها لأنه يسير فدل على العبرة بالقلة هذه المسألة الحقيقة الشيخ تقي الدين وتابعه المصنف يتوسعون في جواز استعمال الرجل للفضة إذا كان يسيراً والأمثلة أوردها المصنف الحقيقة مناسبة لاختيار الشيخ تقي الدين أن الفضة جائزة للرجل إذا كانت حلية معتادة وهو أنسب من قاعدة المذهب ولذلك فإن الأمثلة أوردها المصنف وإن تبعه عليها منصور إلا أن جمعاً من المتأخرين لم يردها وأذكر لكم هنا فائدة أو مسألة مما جد وهي قضية أن عندنا وخاصة في بعض المناطق الجنوبية من المملكة قد يجعلون الخنجر من فضة فهل يجوز للرجل أن يجعل خنجره من فضة أم لا جاء في بعض الحواشي أن بعض أصحاب الإمام أحمد المتأخرين بعد الألف يسير اسم عبدالله بن داود الحنبلي من أهل الشام قال وأما الخنجر ونحوه مثل الشبرية هكذا قال الشبرية قال فلم أر فيهما نقلاً أي عن أصحاب الإمام أحمد وكنت دائماً أقرر أن تحليتهما بالفضة مباحة أخذها مما سبق من قول مصنف ونحو ذلك وأنه أولى بالقياس على المناطق من الجوشاً وما عطف عليه في كلام مصنف قال ثم عرضت ذلك على الشيخ محمد أنا لا أدر من الشيخ محمد الذي نقل عنه فقال هو الحق لا إشكال فيه وبناناً عن ذلك فإنه بناناً عن القاعدة التي أوردها المصنف في قوله ونحو ذلك في القياس على ما جرت العادة به وموافقة لما قررها الشيخ تقي الدين وما صرح به عبد الله بن داود وعن شيخه محمد هذا فإنه جعل الخنجر من فضة للرجل يكون جائزاً فيكون من باب الحلية المباحة وليس من باب الاستعمال وتدخل في قاعدتنا السابقة أن نفرق بين ما يكون حلياً وبين ما يكون استعمالاً هناك أمثل لكن ضاق الوقت عنها ولو اتخذ لنفسه عدة خواتم أو مناطق فالأظهر جوازه وعدم زكاته وجوازه لبسه خاتمين فأكثر جميعاً قول مصنف ولو اتخذ لنفسه عدة خواتم أو مناطق يعني يربطوا يشدوا بها وسطة فالأظهر عبر مصنفنا بقوله فالأظهر وأخذها من قول صاحب الفروع ظاهر كلامهم أو كلام جماعة أنه لا زكاة فيها فأخذها من كلام صاحب الفروع قال فالأظهر جوازه وعدم زكاته فالأظهر يعود لجملتين جوازه وعدم زكاته والمراده بالأظهر هنا ليس ظاهر الكلام ومراده بالأظهر أي ظاهر الكلام كما عبر وصرح بذلك بمفلح ثم قال المصنف وجوازه لبس خاتمين فأكثر أي والأظهر وظاهر كلام جماعة أنه يجوز لبس خاتمين فأكثر لأنهم لم يقيدوه بخاتم واحد وهذا الذي ذكره المصنف هو ظاهر كلام صاحب الفروع في المسألة الأخيرة لكن يجب أن نقيده بقيد أو رده مصنف في أول هذا الفصل وهو أن لا يخرج عدد الخواتم أو لبس الخواتم عن العادة كما يقيد به في المرأة كما سيأتي وقيد به الرجل كذلك لأنه قال في أول كلامه ويباح للذكر خاتم ما لم يخرج عن عادة ويحرم تحلية مسجد ومحراب بنقد بنقد أي بذهب أو فضة ولو يوقف على مسجد ونحوه قنديل من ذهب أو فضة لم يصح ويحرم يحرم لم يصح الوقف ويحرم وقال الموفق هو بمنزلة الصدقة فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته نعم هناك وجهان مذهب أنه يحرم فيكون حينئذ تبرا موقوفا على شيء آخر ولكن توجيه الموفق أجود فقال وقال الموفق هو بمنزلة الصدقة فلا يكون وقفا فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته ويحرم تمويه سقف وحائط بذهب أو فضة وتعجب إزالته وزكاته نعم إن كان يعني يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه لغيره ومر معنا ما معنى وإن استهلك فلم يجتمع منه شيء فله استدامته وإن استهلك أي استهلك الذهب والفضة فيما موه فيه فلم يجتمع منه أي من الذهب والفضة شيء إن أمكن استخراجه قال فله استدامته هذه من الصور التي تباح فيها الاستدامة ويحرم الابتداء هناك أشياء يحرم الابتداء والاستدامة هناك يحرم الابتداء ويباح الاستدامة مثل الحج فيحرم ابتداء التطيب لكن يجوز استدامته إن كان قد تطيب قبل إحرامه إذن هذا من الصور المستثناءة التي يكون يحرم فيها ابتداء دون استدامة ما الدليل؟ إجمع التابعين فإن عمر بن عبد العزيز لما وجد بعض مساجد دمشق قد حليت وموهت بالذهب أراد أن يذيبه ويجمعه فقيل له إنك إذا أزلته لا يجتمع عنه شيء ولا ينتفع به فأبقاه فكان إجماع المسلمين في وقته رضي الله عنه ورحمه على إبقاء واستدامة الذهب والفضله أما ابتداءه فحرام فيأثم من ابتدأه لكن يحرم استدامته ولا زكاة فيه لعدم المالية هو مال لكن لأجل ذهاب المالية لانتفاع المنفعة إذا لم يمكن جمعه ولا يباح من الفضة إلا ما استثناه الأصحاب على ما تقل نعم هذه تكلمنا عنها قبل قليل في عند قول مصنف ونحو ذلك فإن قول مصنف ونحو ذلك هل يدل على القياس أم لا يدل عليه فالمصنف هناك زاد كلمة ونحو ذلك لو لم يزدها لقلنا إن هنا كلام مستقيم فالمصنف أراد أن يجمع بين اختيار الشيخ تقيدي الذي نقله وبين المذهب هناك فكأنه متردد في هذه المسألة والحقيقة أن الأقرب نظراً اختيار الشيخ تقيدي وما له الشيخ منصور كما ذكرت لكم فلا يجوز لذاكر وخنثى لبس منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما وتقدم في ستر العورة نعم تكلمنا عنه ويباح له من الذهب قبيعة السيد بعدما انتهى المصنف من الحديث عما يباح للرجل من الفضة بدأ يتكلم عن ما يباح للذكر من الذهب فقال يباح له قبيعة السيف فقبيعة السيف تجوز ذهباً وفضة وما بعدها تجوز فضة ولا تجوز ذهباً ومر معنا أن قبيعة السيف اللي نسميه خشم السيف وهي ما يجعل على طرف المقبض أسفله يكون مرتفع فدائماً يجعل من ذهب وفضة لكي يكون أسهل اليد والسبب أن القبض على السيف في حال الحرب قد يكون شديداً جداً فإذا لم يكن من معدن يريح اليد ربما آذى اليد وقد ذكروا في الأخبار أن عبدالله بن زبير كان من شدته إذا دخل حرب فإنه من شدة قبضه على اليد بعد انتهائه من الحرب أو الحاجة إليه لا يستطيع أن يفك يده من على السيف حتى يجعل على يده ماء حار لكي ترين لأنه لو سقط سيفه أهلك كما تعلمون فالشجعان وأهل القوة أقوى ما يكون قوة يده ليس في مجرد الضرب بل حتى في إمساك السيف عن طريق مقبضه وقبيعته فناسب أن تجعل قبيعته ذهباً أو فضة ففيها حاجة واضحة وذكر ابن عقيل أن قبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام ثمانية مثاقيل نعم هكذا ذكر ابن عقيل ولا أدري يعني من أين بحثت ولا شيء بحث قاصر لم أجدها مسندة وما دعت إليه ضرورة كأنف وربط سن أو أسنان به نعم يجوز من ذهب ولو وجد فضة ولو وجد فضة فيجوز له الذهب ثم بدأ يتكلم مصنف بعد ذلك عن ما يباح للنساء من الذهب والفضة فقال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه نعم قول المصنف ما جرت عادتهن بلبسه مفهوم هذه الجملة أن ما لم تجري العادة بلبسه فلا يباح لهن لبسه فيكون محرما وحينئذ ففيه الزكاة لأن ما لم تجري العادة بلبسه لا جمال فيه ومثلوا لذلك قالوا كالنعل المذهبة لم تجري العادة بلبسه ففيه الزكاة ومثله أيضا الثوم المموه وغيره فإنه كذلك محرم وفيه الزكاة ثم ذكر المصنف أمثلة لمجرة العادة بلبسه فقال كطوق وخلخال وسوار نعم الطوق على النحر والخلخال على الساق والسوار على الذراع ودملج البس على العضد وقرط على الأذن وعقد يكون أصغر من الطوق ويكون على الرقبة وهي القلادة وتاج وتاج واضح فوق الرأس وخاتم على الأصبع وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويد وأكر نعم قال المخانق المخنق اللي هو الرقبة قد يعلق بعض الناس على رقبته ويقلد حرزا وتعاويد يجعلها من ذهب أو فضة يقول المصنف أنها تجوز وتقدم الحديث أظن قبل أظن هنا أو في درسنا آخر نسيت حكم تعليق الرقى والتمائم وما أشبه ذلك نعم وما أشبه ذلك قل أو كثرا مدام أنه جرت العادة به ولو زاد على ألف مثقال نعم عبر مصنف لقوله ولو إشارة لخلاف فإن الشيخ أبا عبد الله بن حامد شيخ القاضي بيعلى يقول إنه انبلغ حلي المرأة ألف مثقال حرم عليها لبسه فحينئذن فيه الزكاة وعرفنا أن المثقال من الذهب تقريبا أربعة وربع تقريبا فألف مثقال يكون كم أربعة آلاف يعني أربعة كيلو ربع تلبسه يحرم ذلك ولكن الأولى نقول الأولى عدم لبسه وإن كان بن حامد المذهب يجوز لكن الأولى عدم لبسه حتى دراهم ودنانير معراتا نعم يقول حتى أي يجوز تحلية المرأة بالدراهم والدنانير المعرّة وعبر مصنف بحتى إشارة لخلاف كذلك لأن الوجه الثاني أنه لا يجوز أن تتحل المرأة بالدراهم والدنانير المعرّة وغيرها وهذا الوجهان ذكرهما في الفروع وأطلق الخلاف أطلق الخلاف في المسألة قوله دراهم ودنانير معرّة أي أن تلبس المرأة دراهم ودنانير وتجعل في عروة وتتحل بها فتجعلها في جيدها أو على ذراعها أو في مرسلة قال أو مرسلة يعني تجعل في قلادة طويلة تقع على صدرها مرسلة فتكون بعيدة مربوطة بعقد طويل ويباح للراجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه ونحوه من مثل الآن سموناه أكسسوارات من بلاستيك ومن غيرها من الأشياء التي يصنع بها ولو في حل ولا زكاة فيه إلا أن يعدل الكراي أو التجارة كما تقدم الحقيقة أن هذه الجملة فيها إشكال في الصياغة المصنف يعني ربما يعني نقلها بالواسطة ولذلك صار فيها تقديم وتأخير أصل هذه الجملة كما في الإنصاف لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ ولو كان في حل فقدم المصنف وأخر وغير العبارة فاختلف المعنى والصواب والأنسب أن تكون العبارة هكذا ويباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه ولا زكاة فيه ولو في حل فتكون قوله ولو في حل بعد قوله ولا زكاة فيه لأنه قوله بسياقه هو مشكل فإن قوله ويباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه ولو في حل يعني هو يباح التحلي كاملا ويباح ولو كان في حل وليس في خلاف إذا كان في حلي ولو عادة تذكر للخلاف هذا من جهة ثم نحتاج بعد ذلك لتقدير في الجملة التي بعد في قول ولا زكاة فيه إلا أن يعد فنقول إلا أن يعد الحلي الذي فيه جوهر ونحوه لأنه إذا كان مفردا فإنه لا زكاة فيه فالكسسورات المفردة لا زكاة فيها على سبيل الانفراد وإن كان بعضهم حكى فيه وجها آخر لكن الصواب أن المفرد لا زكاة فيه إذا كان من غير الجوهر إذن الأولى أن تعد الجملة لكي تكون فيها كذلك معنى هذه الجملة أن الرجل والمرأة يباح لهم التحلي بالجواهر وبغيرها مثل الأفار وغيرها وأنها زكاة في ذلك الجوهر ولو كان ذلك الجوهر مجعولا في حلي من ذهب أو في الظهر بأن كان مختلطا به فيكون الذهب مثل العقد للمرأة أو الخاتم للرجل فيه جوهر فيكون مختلطا به بأن يجعل مجمل به فقال إلا فلا تجب الزكاة في ذلك الجوهر إلا أن يعدى للكراء أي إلا أن يعدى الحلي الذي فيه جوهر للكراء أو التجارة فهي صورة فإن كان معدى للكراء فباتفاق لا زكاة في الجوهر إذا كان مفردا وإنما الزكاة تكون فيه إذا كان تابعا للحلي وأما إذا كان معدى للتجارة فتجب فيه الزكاة سواء كان مفردا أو كان مع حلي أو في حلي وقول المصنف كما تقدم أي يحسب كما تقدم فيقوم ما فيه من جوهر ونحوه تبعا للنقد فيكون قيمته باعتبار القيمة وهذا كما ذكرت لكم إذا كان معدى للتجارة هذا واضح لأنه يكون عور التجارة وأما إذا كان معدى للكراء وكان الجوهر في حلي مثل أن يحل بفصوص ونحوها فإن فيه وجهان في المذهب ذكر الوجهين المرداوي في تصحيح الفروع أحد الوجهين ما ذكره المصنف أن ذلك الجوهر إذا كان مع الحلي فإنه يقوم ويزكى ذكر صاحب التصحيح أن هذا قوي وقال في الإنصاف أنه هو الصواب والوجه الثاني في المذهب أنه لا زكاة فيه ثم قال في التصحيح هو الصحيح لأنه لا زكاة فيه منفرد هذا ذكرت لكم قبل قليل أنه وجه واحد في المذهب أن التحلي بالجوهر ونحوه إذا لم يكن مع حلي فلا زكاة فيه إلا أن يكون معدل للتجارة هذا الكلام فيما لو كان الكرى نعم آخر مسألة ويحرم تشبه راجل بمرأة ومرأة براجل في لباس وغيره ويجب إنكاره وتقدم نعم وتقدم ذلك في باب ستر العورة نقف عند هذا القدر ومعذرة الإطالة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدين والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم مباركا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر